اهلا بكم ان هذا يوم جميل جدا في عالم طب الأسنان في عالم صناعة الابتسام خليب لكم طبعا انه في شيء اسمه متخصص في صناعة الابتسام هنقولها لكم بطريقة سهلة متخصص في التجميل الأسنان تجميل الأسنان فن خطير ومليمترات بتفرق جدا جدا فهم كويس جدا الماتيريال بيفرق جدا وإلا وإلا دي في الطب بعدها دايما بيجي كلام صعب وإلا بدل ما انا هعمل لك ابتسامة أحلى عملك ابتسامة سيئة وخلي بالكم مثلا بيبان قوي لابتسامات سيئة مثلا الفرق من ابتسامة كريستيانو ونورلد ومن الحاجات اللي انا شايفها كويسة بس فيها أحلى من كده من الناس اللي اتغيرت ابتسامتهم للأفضل بلا شك لان السنان كانت كريستيانو كانت صعبة جدا الراجل بقى علامة تجارية لكن الأسنان مظلوطة فيه أحلى من كده آه فيه لكن قبل كده وهو صغير لأ كان فيه فلاجات كان فيه فرقات كان فيه مشاكل كبيرة جدا في الأسنان لكن انا نفسي اعرف بجد مين اللي يعني اللي فاتح طب الأسنان فيه برازيل يعني البرازيلين بالذات بيعملوا كده ليه في طب أسنانهم لانه فيه مشكلة كبيرة جدا فيه كل نجوم البرازيل فيه صناعة الابتسامة بتاعتهم مش عايز اتكلم عن حد معين عشان ولا يعني يبقى شكلنا عقول ايه يعني قاسي شوية في الحكم بس فعلا فيه عاجة غريبة جدا البرازيل مثلا من أول بقى في المينيوم مرورا بكاكا يعني عجل عن يعني كاكا ده من اللعيبة اللي المفروض الواحد يتعامل معاهم بحرص ده راجل نص دكتور على نص لعيب كورا يعني لما تشوف شكله شكله دكتور يعني أوروبي الشكل عملوا له سنانه بطريقة مش حلوة أوفر لانه واخد عينيه ليه بتقوله أوفر لانه واخد عينيه جدا فينيسيوس جونيور لعيب البرازيل هو يعني عصمر نعمل له سنانه التجميلية بيضى قوي ده ملاحظات بمناسبة كاس العالم يعني ان الناس دي قدامي على طول في كاس العالم فشايف سنانهم البرازيليين طبعا في المينيو الدكتور السنان اللي عمله السنان المفروض يتعاقب لانه بشرته بشرة أمحي شبه المصريين لما اعمل سنان ما اعملهاش ناصعة البياض بالشكل ده ناصعة البياض والرص بتاعها رص يعني ما فيوش أهوة دي يعني اللي هو بيقول ايه أنا عامل سنان يا جماعة ده غلط غلط مفيش عكس منها أنا عامل سنان يا جماعة دي خالص خالص في البرازيل برازيل على فكرة عندهم مشكلة رغم انهم شعب عظيم ومجميل جدا شعب فاني شعب بيحب المرح والضحك والموسيقى والرأس لو روحتوا ببرازيل اتبسطوا جدا بس عندهم مشكلة في الاكستريم يعني حتى بتوع التجميل بتوعهم في جراحات التجميل بيعوني عاجات اكستريم جدا هما الناس اللي هو على فكرة البرازيلين هما اللي عملوا ما يسمى الزبون دايما على حق الزبون عايز ايه نعملهوله واضح ان الكلام ده طلطب بالاسنان وده غلط تعالوا راحب بضيفي العزيز المبدأ دائما في حواره اللي بيبتعني باسلوبه الشيق والخارج دائما عن نطاق السندوق كلاسيكي دايما بنتطلع كده في تركات لطيفة وحكاو جميلة النهاردة واحد من نجوم عالم التجميل دكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الاسنان للمؤسس لمراكس برايتي الاسنان وعضو جامعية امريكية لتجميل الاسنان والمصمم المعتمد اللي بتسمى من بي دي سي بانجلترا اهلا بك يا دكتور عبدالله سيكا دكتور ايمان الله يخليك بتتفرج عكاس العالم؟ اه طبعا بتتفرج على اجزاء يعني على اجزاء بتشوف لعبة البرازيل هو زي ما انت قلت وعندهم مشكلة في دكاترة الاسنان معرفش بقى اللي في البرازيل ولا في اوروبا كمان اه هو الفكرة كلها دكتور ايمان حبك برضو نواهت الحاجة موضوع اختيار اللون اه اللي بيفرق اكتر الخامة مش اللون انا عارف انت ممكن اللون يبقى فاتح قوي والخامة حلوة فما يبانش انها فيك اه فموضوع اللون هم بيختاروا خامة سيئة اه ولكن اللون طبعا مهم ان اللون البشرة يبقى متوافق مع اللون الاسنان ولكن لو الخامة مظبوطة ومختارينها مظبوط هتعدي شوية موضوع ان اللون فتح والبشرة هبقى ده قبل تجميل الاسنان الاسنانه قبل التجميل على الفتح احسن من بعد التجميل اه هوريك بقى بعد التجميل عاملة ازاي هيجهي سهالنا بس هو كان عنده عيوب ان السنان كبيرة اوي وضحكة لسويه اه بالضبط لكن هو زي ما بقولك هو عندهم مشكلة في في الماتيريل بالضبط اعتقد ان مشكلتهم في الماتيريل بالضبط اهه مع ان الديزاينز بتاعيتهم وليهم مدرسة في تجميل الاسنان انا مش بحبها قوي اه ولكن هم ليهم لهم مدرسة خاصة بيهم في موضوع تجميل الاسنان حتى في التجميل بتاعي اللي هو الجراحة التجميل نفسه ليهم مدارس خاصة ليهم مدارس ليهم مقاييس كده خاصة ايه دلوقتي لو فيه واحد فقط سن هلأ بد أن يزرع يعني الزراع الحل الأمثل طب يفرض هو مينفعلوه الزراع مثلا أو ماشي عايز حلوة قوي السؤال وصغطه حلوة الحل الأمثل طب هل هو الأنسب ولا لا أو الوحيد أو الوحيد ولا لا الفكرة كلها يا دكتور أيمن أن مع انتشار الزراع وبقت أن الزراع سهلة فالدكاترة بقوا يستسهلوا الزراع أي حد يجيه بفقدان أسنين أعمل إيه؟ إزرع طب أنا عندي 3-4 أسنين في بقي إخلاعهم ونزرع لك الفك كله وطلع بقى مصطلحات زي إيه؟ الزراع في 10 دقيقة والتحميل الفوري والزراعة الفورية والموضوع دخل في بيزنس شوية طيب الفكرة كلها في إيه؟ أنا مش هزرع لحد أسنين غير وهو في أمس الحاجة إلى الزراعة ليه هعمل كده؟ لأن أولا لو في عندي أسنين موجودة جزء من الأسنين موجود ومش بيتحرك أنا ممكن أستغنى عن الزراعة طب هل إن الزراعة وحشة؟ لا مش قصدي كده ولكن كل حالة ليها تريتمنت بلان أو خطة علاجية مناسبة لها لو شفنا مثلا حالة زي المعروضة دي من اللي هو أهل الأولى كده يا دكتور أيمان دي راحت على فكرة عند كل دكاترة أسنان مصر والخطة العلاجية بتاعتهم اللي اتحطت زراعة طب ليه زراعة؟ وقال لها كمان هنخلع الأسنان اللي موجودة يعني هي عندها ست أسنان موجودة ست أسنان ودروسة اللي هم موجودين دول قالوا لها هنخلع كل ده ونزرع فك كامل الفك الكامل ده بيتحمل على ست زراعات ده الخطة العلاجية اللي كل الدكاترة قالوا هلا فهي خلاص هي في دماغها هي جاية تزرع هي بتقول لي بقى أنت ازرع لي فالخطوات ايه والتكاليف ايه فهي جاية من كترة ما سمعت خلاص اختارتني أنا عشان تيجي تزرع عندي أسنانها وبعدين لما قعدت معايا هي بتقول لي بقى بنتكلم في تكاليف الزراعة وخطوات الزراعة وكلام ده كله قبل ما شوف اي حاجة افتحي بقى كده ما شوف يعني أسنان حباياك لقيتها عندها ستة أسنان ستة أسنان ودروس هما اللي موجودين دول باين منهم أربعة مثلا طيب السنان اللي باينة دي طب هو الدكتور لما يخلها دول هيزرع فين؟ مكان في نفس مكانه طب أنا زرع لها ليه؟ هل الأسنان دي ثابتة؟ ثابتة يبقى أنا حرام علي لو زرعت يبقى كده الزراعة في الحالة دي مش الحل الأفضل مش الحل الأنسب هي الحل المكتوب في الكتاب تزرع لكن الأنسب لها تركيبات ما هو عايزين برضو نعرف الناس ايه زرع أنا دلوقتي جاي ومفيش أسنان في بقي خالص فبزرع ستة زرعات فوق وحمل عليهم الفك كله مش كل سنة بيتزرع لها زرع فبقى أم حمل بزرع ستة زرعات متوزعين كده في الفك وأم مركب عليهم ايه؟ تركيبة ستة طب هي حظها اللطيف إن عندها الستة دول موجودين وفي نفس مكان الزراعة يبقى أنا كده حرام علي أو أنا كده بعمل عليها شغل زي ما بيقولوا لو قلت لها هنخلع كم ده ونزرع ده هي كمان عندها مناسبة فرح ابنها أو بنتها أو عندها مناسبة يعني انت بتقول لي ايه؟ أنا كمان هزرع بعد فترة عشان أنا عندي فرح بعد أسبوع عندي مناسبة بعد أسبوع مع إن علاجها هيخلص في أسبوع أصل يعني انت بقى الزراعة سهلة وبسيطة وكل حاجة وفي الحالة اللي محتاجة زراعة هو الدنيا طبعا أحسن حال الزراعة ولكن حالة زي دي لو أنا دخلتها في الزراعة يبقى حرام علي أولا تكلفة فرق كبير قوي بين تكلفة الزراعة وتكلفة التركيبات السابتة ثانيا انت هتخلع سنين ودروس موجودة وسبتة وده حرام ثالثا الوقت والمجهود انت هتخلع وجراحة وبعدين تعليه بعد ثلاث شهور وبعدين نحمل ونعمل برق طب ليه؟ طب لو شفنا الحالة بعد اتعملت فقد ايه؟ في اسبوع حالة زي دي اتعملت في اسبوع هتعيش قد دي هتعيش على طول ما هي عندها ستة أسنان والسنان اللي ربنا خلاها أحسن من الزراعة طبعا طبعا اطلمع فيه السنان اللي أنا هبدأ اشتغل عليهم وحمل عليهم من التركيبات دي بالأوضع الدكتور يعني الزراعة كان هيزرع في نفس أماكن الأسنان الموجودة يبقى أنا ليه أزرع لها فده كده التركيبات في الحالة دي أنسب من الزراعة أنسب لو حسبنا كل التدخلات اللي في الحالة يبقى إذن النتيجة أنه كل حالة لها ظروفها الخاصة ولها دراستها الخاصة لازم تأخذ يعني تفصيلين لكل حالة بالضبط ما ينفعش أن أنا عمم ينفعش عمم ما أقول الزراع أفضل من التركيبات فأني هي حالة ما هو لازم طبعا العيان المصري والعربي بقى بسبب البرنامج بتاع الدكتور وبرنامج الناس الحلوة بقى على دراية وبيجوا يكلموني في تفاصيل ده كترة ما يعرفوهاش أنا في عينين بيجوا يكلموني بسبب البرنامج ده في اللاين أنجل بتاع السنة أنا اللي علمتوه بصراحة آه بيكلموني في اللاين أنجل بتاع السنة والترانسلوسنسي الشفافية اللي تحت أنا أصيرا بيحب الحاجة دي والماتيريال فالموضوع بقى على فكرة الموضوع بقى يسهل على بقى يسهل على الدكتور الشاطر إنه هو يظهر طبعا لا هو بيسهل بيوفر وقت كبير جدا لأن أنا بدل ما أنا بكلم كل مريض لوحده بتفاصيل كتيرة لوحده أنا بكلم للعموم وبعدين كل واحد بعد كده بيأكل تفاصيله فبيسمع من الدكتور بدل ما بيسمع منه لمدة ربع ساعة لا بيسمع منه 45 دقيقة وعلى أقل بقى يعرف يميز الدكتور الشاطر والفاهم من الدكتور اللي بيقول له أي كلام ويبقى له أي كلام يعني ده جزء آخر يعني ده جزء آخر لأنه بيبان جدا في الحوارات العلمية والحمد لله ثقة الناس في إنها تسمع المعلومة الطبية الصحيحة من مصادرها بقت أعلى بزد السؤال التاني بقى دلوقتي الفلجة بتاعت السنان أو الفروقات ما بين السنان هل نعملها فينير؟ ولا الفنير ممكن؟ لو ما تعملتش صحة تخلي المنظر أكثر قبحاً مش يعني أو أوحش مش أحلى أنا عيان الفلجة أو الفتحة اللي بين الأسنان اللي اسمها داستما بيصعب علي هو محطوط بين حلين يا إما تعملي تقويم والتقويم مش بينفع في كل الحالات وعيبه الكبير قوي في حالة الداستما حاجة اسمها الريكارنس الريكارنس بتاعه عالي جداً ترجع تفتحتين يعني بيتلبس مسبت بعد التقويم يعني هي عملت تقويم سنة سنة ونص سنتين واستحملت التقويم بكل رخامته بعد السنة ونص سنتين دول لو الحالة لو المسبت ده هي مثلا مسافرة لمدة أسبوعين ثلاثة شهر نسيتوا أوضاع منها الحالة هترجع تاني فبيفضلوا يعني خلاص قداميش حالة غير التقويم أو تعمل تجميد بالفينيرز القشرة اللي بتتحطها على السنين المشكلة فيها بقى إن بتطلع شكلها مش حلو قوي ليه؟ لأن الدكتور بكل بساطة أنت عندك فتحة بين الأسنين حالة زي اللي موجودة أنت عندك فتحة بين الأسنين أقل ما هتعمل إيه؟ هتحط سنة هنا وسنة هنا السنة هتعرض فهي كده يبقى جيالي بتعمل تجميل شكلها خرجت أوحش من الأول حتى لو قفلت الفتحة حالة الدياستما أو حالة الفلجة بين الأسنين هي اللي تبين الدكتور ده بيفهم ولا لأ؟ مش حاطر ولا لأ؟ وعنده فكرة هندسية ولا لأ؟ في توزيع المسافات وشفتنا الحالة دي بعد هتلاقي دي معمولة بالدنيس دي صعبة على فكرة الحالة دي جداً صعبة طبعاً يعني هتاخد وقت طويل في التجهيز لكن تتعمل على طول أربعة أيام؟ دي بتتعمل في أربعة أيام لكن أنا عشان لا أعمل الأربعة أيام صح لازم ما أعود أعملها هما جالستين بالضبط بينهم أربعة أيام ولكن الحالة الدكاستما لو معمولة غلط السنتين اللي في النص بيبقى عراض قوي بيبقى شكل مش حلو رابط لايف بزبط إحنا بنوزع الابتسامة على من 6 إلى 8 أسنين يعني بنوزع المسافة دي على الأسنين كلها؟ على الأسنين كلها فالفكرة فيها سنة هندسة شوية مش بس طبق أسنين والتجهيز أو تحضير الحالة نفسه عايز فنان هتشيل منين وهتسيب فين لأ محتاج قصة محتاج قصة؟ محتاج قصة؟ محتاج قصة؟ لأ محتاج قصة؟ خليها بقى خبز دي حالة يعني تتدرس لأنه فرق كبير جداً بين على فكرة الفلجة جماعة بتدي انطباعها للوش إن الإنسان ينسى ملامح الإنسان اللي قدامه وميفتكرش غير الفلجة بزبط فيبقى دايماً أنا بعرفه بالفلجة لأن هي واخدة العين كاتشي للعين جداً إزاي بقى الكلام دا بيتم؟ هو دا علم بقى المفروض نجيب حد يشرح لنا علم النظر دا ليه العين بتروح لل... يعني العين بتروح للدفوع على طول للدفوع يعني البن دي شكلها حلو جداً مشكلة الفتحة اللي بين سنانها مخلية اللي بيكلمها بيبص على الفتحة ومميزها بالفتحة أه، أنا بقولك أنا بالنسبة لي على فاكرة في ممثلين في مصر عبر التاريخ احتفظوا بالفلجة دي عشان خاطر هم عندهم اعتقاد إن هم معرفين في الشاشة سيبك من حتة إنها مدخل الخير وبتاعه والكلام اللي غلط طبعاً ما فيش حاجة كده بس هم مؤمنين بكده جداً لا دا في ناس مؤمنة بموضوع الخير أنا فيه بيشنت جات لي يعني كانت يعني سيدة أعمال تقيلة في مصر قالت لك سبها لا أعملناها وبعدين تاني يوم قالت لي أنا خسرت مش عارف كم افتح حالي بجد والله ما بأهزر وفتحنا لها الفلجة تاني ففيها اعتقاد فعلاً اعتقاد موجود وعند ناس مش مش كو يعني أنا اللي هي صديق عزيز عليا جداً جداً يا أخو يعني زي أخ يعني عزيز اللي هي رجل أعمال يعني عنده الحدة دي وما يقولك لا عمل تجميل سنانه سبها وفيه مطرب شعبي عمل تجميل سنانه سبها آآ آآ معروف أوي آآ 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 قال لنهاله شوية بس سبها هو قال لها شوية بس سبها لازم يفضل جزء آآ آآ ده فلق الخير مش عايف يسموها إيه بس هون طبعاً مش دقيق مش حقيقي يعني الكلام ده هروح بقى اللي دفوه تاني أصعب أنا عاملة صعب عليك الديفوهات هوا لا دفوه الأصعب في رأي بروز الفك ليه بروز الفك انتا بتتكلم أحياناً في بعض الحالات نحتاج إلى جراح صعبة اللي هي بقى كسر وتقليل حجم واشيل جزء من العظم وارجع الفك الورا واستشفاء منها بس فيه حالات تحيات الجيدة فعلاً هل لابد ده ولا فيه حالات متوسطة ممكن نعمل لها حاجة تانية أنا دايماً بحب الحالات اللي تترفض من كل التخصصات تجي لي بقى أنا فنن فيها عشان الدكتور التقويم ما عادش يقول لي لأ الحالة دي لازم تقويم ودكتور الجراح يقول لي لأ الحالة دي لازم جراحة فبقى جيب الحالة المرفوضة من كل الحاجات دي أو البيشنت أو العيان نفسه رفضها أنا بحب بقى اشتغلها وبقعد افنن فيها كده حالة زي اللي موجودة دي دي عندها بروز فك وبروز أسنان بروز الفك كل ده كترة يعني كل ده كترة العالم أجمعه الحالة دي جراحة فك إيه جراحة الفك؟ بنتلع الفك برا ونشيل جزء من العضم نشيل شريحة من العضم طويلة ومسامير وتقعد في البيت ست شهور والاستشفاء كامل بيكمل بعد سنة وشوية والعملية مكلفة جداً يعني العملية مكلفة جداً وفيها ريسك كبير البيشنت أو المريض أول ما بيخش على اليوتيوب كده يقول عملية الفك لو شافها عمره ما هيعملها عمره قولاً ما هيحلة إلا حالات قولاً إلا لو هو احتياجاً له بالضبط ما الحالة دي متشخصة جراحة يعني الحالة دي متشخصة جراحة دي كانت عند دكتور التقويم الدكتور التقويم قال ما لهاش حالة عندي يروح جراحة طيب فهي جاية لي أنا الملاز الأخير إنت لو قلت لها لأ دكتور التجميل لو قال لها لأ دي خلاص هتعيش بقية حياتها كده وهي بنت صغيرة عندها عشرين سنة مثلاً دي عملنا لها إيه؟ إنت بتقعد مع المريض بتاعك أو البيشنت بتاعك تقول له والله الجراحة هتديك تسعين في المية والتقويم هيديك سبعين في المية أنا بالتجميل هديك خمسة وستين سبعين في المية تمام؟ يقول لي تمام بنبدأ نشتغل على كده عملية دي مش مش عملية بقى هنبدأ نشتغل على الأسنان وجزء من اللسم بنشيل جزء من اللسم والأسنان بنوصل لحل مردي ونتيجة أنا بالنسبالي طحفة قوي وحلوة جداً في إسبوعين وبتكاليف قليلة زي كده عشان تعرف يا دكتور أيمن الفك دخل قدقي بص السنة اللي فوق بص السنة اللي فوق علاقتها بالشفة اللي تحت بص بقى قارن بين السورتين قبل وبعد عشان تعرف احنا دخلنا جوه قدقي الحالة دي شبه رولندين هو لعيب البرازيل بزبط هي أختها نعم نفس حالة رولندين هو اللي هو نجم البرازيل بعد ما عمل سنانه برضو نفس الشكل ده بقى كويس بالضبط فدي كده ده علاج بسيط وقته بياخد من عشرة يام لأسبوعين تكلفته عادية مش عالية قوي أنا رأيي ده اسمه حل مناسب ده حل مناسب للعيب بتاعي الدكتور اللي ما عندوش حل ما يقفلش الباب في وش المريض بتاعه يقوله اتصرف او شوف دكتور تاني لأن حد زي ده لو راح لأي دكتور هيقوله مفيش حل غير جراحة هتعيش بقيت حياتها كده يبقى زنبها في رقبة الدكتور اللي اللي لقى كده أنا تدركتلك في تدركتلك في الصعوبات بدأتلك بصعوبة جاية من فقد السنان ورحت لي صعوبة أخرى هي الفلجة ثم البروز هل هناك أصعب من ذلك؟ آه ويبان لك أسهل أما هو يعني واضح أن التجميل في حالات تبان سهلة لكن هي صعبة تبان صعبة وهي واضحة بزبط بزبط يعني أنا بالنسبة لي حالة بروز الفك دي أسهل من الحالة اللي فيها عدم تناسق في توزيع المسافات يعني إيه؟ يعني عنده سنتين في النص والسنة اللي في الجنب فيه فراغ والسنة دي لأ مفيهاش فراغ آه وراء مش عارف فيه سنة نقصة وقدي هبصتها لك يا دكتور عين بص كده على الحالة اللي موجودة دي فراغات؟ دي فراغات بس صعوبتها في إيه بقى؟ إنها مش منتظمة مش منتظمة السنتين اللي في النص بينهم فراغ السنة اللي جنب في النص لنحية الشمال لازقة فيها اللي النحية التانية فيها فراغ بعد السنة التانية المكان الناب فيه فراغ الناحية التانية مش قده فدي حالة صعبة جدا 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 على الدكتور التجميل ليه صعبة؟ لإن أنا عايز أوزع الأسنان والدنيا مش متساوية أنا لازم عشان أعملك تجميل ابتسامة علق مش سيمترية مش هيبقى فيه سيمترية يعني اللي مين مش هيبقى زي الشمال بالزبط ولكن يبقى فيه هارمونية يبقى فيه التناصق في الدحكة يبقى عندي سنة هنا زيها هنا وهنا زيها هنا والناب شبه الناب هنا طب هنا هنوزع ازاي؟ دي بقى محتاجة أنا رأيي إن مهنتي بتاع التجميل الأسنان والكلام اللي أنا بقعد أقرره كل حلقة يا جماعة فيه فرق بين دكتور التجميل ودكتور الأسنان العادي دكتور التجميل الأسنان ده دكتور إنت لازم تدور عليه وتقلب الدنيا عليه عبل ما تلاقيه وتسمع مني وتسمع من غيري واللي رايحك في الكلام واللي تستراحه نفسيا ده اللي تروح دكتور الأسنان العادي ده اللي درسك بوجعك بتروح لأقرب دكتور جنبك فدكتور الأسنان العادي لما بنروح له بحالات زي دي الدنيا بتبوز حالة زي دي لو شفنا الصورة بعد دي أنا بالنسبة دي أسهل من حالات بروز الفك أسهل منع أصعب من حالات بروز الفك أصعب من حالة الفلجة اللي في النص البسيطة دي حالات صعبة دي حالة صعبة في توزيع المسافة بص كده دكتور أيمن هتلاقي السنتين في النص جنبهم السنتين الأصغر جنبهم النبين في هارموني في تناسق الحدد دي تتعمل في أربع خمسة أيام بالكتير قوي أسبوع لو الدنيا في ضغط يعني في المعامل وكده ولكن هي عندها كم سنة مسألة الصورة فوق لا اللي فوق مش مسألة سن هي اللي فوق منديك خمسين سنة ستين سنة في الحدود دي بس هي مش القصة في السن القصة في إنه لا منديك يعني واضحة عينك مش مستريح مش مستريح خالص خالص تحت طبعاً السن خمسة وعشرين أو تلاتين مسألة أو تلاتين سرين آه تلاتين تلاتين حر يعني لو تلاتين زي الفوق مش هي سنة كم هي حوالي ستة وخمسين آه زي الأمر زي الأمر خليني نروح بقى لقضية تانية مهمة وطول السنة الطول بتاعها هل ده العيان بيجي بطلبه منك هل لو طول السنة مش مناسب له بيأثر عن نفسيته بيأثر عن معنوياته طول السنين بيأثر في نفسيته أول حاجة تاني حاجة بيأثر في عمره وسنه تلات حاجة بيأثر في علاقته مع الناس اللي حواليه لو أنت سنةك مش بينا وأنا بتحكلك هتفتكر إن أنا متدق من فتح بقى بس أو الدحكة الصفرة دي آه يعني فيش ابتسام فدائما البيشنت ده آه بيبقى عنده تعبيره مش واضحة واللي قدامه مش بيفهم قصده ايه من الكلام والقصده ايه من يعني أنت بتضحك لي كده ولا أنت بتضحك علي ولا يعني ايه تضحك اللي أنت بتضحك علي فبيجي لك البيشنت بيقولك أنا ضحكتي مش مرايحاني نفسين هو بتلاقيه بيقولك كده البيشنت اللي سنانه مش باينه هو بيقولك والله أنا مش مستريح نفسيا لدحكتي طب لو ضحك قوي بتلاقيه بيحط بقه وهم ما بيحبش ضحكته بيحط إيده على بقه لو شفتنا مثلا الحالة زي دي دي أقصى ضحكة لي الصورة دي ده كده ضحك على الآخر ايه اللي حاصل عنه السنان متكلم السنان اللي تحت متكلم الدنيا فاضية انت شايف فراهة في النص بيجي يقولك وده رجل مهم وحد يعني من الناس المهمة في مصر يعني انا نفسيتي مش مستريحة الناس مثلا شغالين معايا بيحسوا ان انا دحكتي ليهم مش من جوايا مش عارفة بيجي بيشتكيلك من كلها حاجات ليها علاقة ان هو مش مش حابب دحكته ومؤثر عليهم بس هو مش عارف ليه هو بيفتكروا ان المشكلة في الشفاف يعني هو سنانه طويلة يعني سنانه الحقيقية طويلة بس يام الدرية تحت الشفاف طيب لو شفنا الحلقة بيتعمله بقى طبعا تصميمه ابتسامة تصوره فيديو نقعد نجرب بالاطوال بتاعته لو شفنا بقى الصورة بعد هتشوف السنانه بقى يتقدقيه في أربع خمسة أيام كده وهو بيدحك عايزين لو شفنا الصورة قبل وبعد مع بعض وهو بيدحك باين ان هو بيدحك باين ان في سنانه سنه طبعا بيصغر جدا يعني البيشت ده بيخش لك خمسين سنة بيخرج من عندك أربعين سنة على طول على طول انت رجعت له طول السنانه تاني بيخرج عندك انسان تاني في ساعتها يعني هو خارج ما بيعرفش نفسه حرفين ده فيما يتعلق بطول السنان تمام السؤالي بقى ايه أهم عامل بيلعب طور في تصميم الابتسامة من اللي احنا قلناهم كلهم او اللي احنا ما قلناهوش هل الماتيريال هل التصميم هل الرسمة الشكل هل التجهيز ترتيب أنا بالنسبة لي هي إجابة غير متوقعة بس في العصر اللي احنا فيه ده أهم عامل او أهم عنصر في نجاح عملية تجميل الأسنان هو عنصر الوقت اللي انت بتديه للمريض بتاعك او الكلينت بتاعك عبر ما تعليق له أسنان الناس كتير قوي أسنانها مش حلو والمصرين بالذات أسنانهم مش مرصوصة كويس ما كانش عندنا زمان دراية كافية وما كانش فيه برامج زي دي بتوعي الناس بأهمية إن دحكتك تبقى حلوة إن تحافظ على أسنانك إن تغسل أسنانك فالفكرة كلها الموضوع بقى بياخد يعني انت البيشن بيروح للدكتور هتعليق لي أسنانها في قديه في شهرين مع السلامة مش جايلك هعمل تقويم في قديه في سنتين ونص ثلاثة مش هعمل كده دا مش الوقت اللي يتعامل فيه حاجات زي دي دا الوقت اللي يتعامل فيه الدنيا مظبوطة قوي بسرعة الناس فاكرة إن الخبرة بالسن يعني فاكرة مثلا إن دكتور أيمن شاطر عشان أو مثلا لو لو دكتور أيمن شاطر عشان هو مثلا بقى له عشر سنين في المجال موضوع الخبرة دا أنا بالنسبة دي بعدد الحالات اللي اشتغلتها في وقت قديه يعني زمان أنا كنت أتلع لك نفس النتيجة نفس النتيجة في وقت جبير دلوقتي أنا أتلع لك نفس النتيجة في وقت قليل ودي بالنسبة لي الخبرة فأنا رابطها بالوقت إن أنا أعرف أتلع لك الشغل دا فأد إيه وقت بيشنت زي دا دا راجل بزي جدا مشغول جدا ما عندوش وقت لأي حاجة والمناسبة هو كان عايز تجوز هو جاي يام السنو كده فيه عنده تجوز طلع دا الجواز التانية التالتة التالتة أه معرفين أه كويس تمام هتلون مش عارفين مش هنطلعوا لا أعرفين نشيل الصور المهم دا بجد والله هو قال لي كده أه كويس فالمهم هو جاي يعمل تنظيف أسنان فأنا بقول له وهو عنده الخدرة المادية للتجميل فأنا بقول له انت ليه ما تعملش قال لي يعني أنا يبقى عندي حاجة وخمسين سنة وركب تقويم بتروي مين قال لك ان انت ما حالتك تقويم قال لي لأ من زمان أنا موضوع أسناني مدهقني وكل حاجة بس أنا برفض عشان موضوع التقويم قالوا لك التقويم عدد يقلي سنة ونص قال ليه أنا كبرت على موضوع التقويم التقويم ينفع طيب حالته دي اتعاملت فقد إيه أربع خمسة ايام هو بقى كده من كده لكده فأربع خمسة ايام فانت لو ما دتلوش عنصر الوقت ده ان انت تعرف تشتغل الحالة دي في الوقت ده هو جالي مرتين لو عنصر الوقت ده هو اللي خلاه يقبل على انه هو يعمل تجميل يبقى انت ساعدته طب لو الوقت الوقت ده أهم عام أنا بالنسبة لي عامل الوقت ان انت تقدر تعمل شغل حلو قوي في وقت قليل طبعا بدون وقت ده مع الشغل الحلو لأ ده الأساس لكن من غير شغل حلو مهما كل وقت قصير الرجل مش يبقى مبسوط طب لو عاملت له شغل حلو في وقت طويل مش هيرضيه ما لأ مش هيرضيه ما بقاش حد دلوقتي عنده الوقت ان هو يفضل يعمل في حاجة لمدة شهرين تلاتة ولا الكلام ده هو بيجي لي جالسة طويلة وبعدها باربع خمسة يام يركب بس الماتيريا العامل مهم أيضا الماتيريا العامل مهمة قوي بس الماتيريا اللي يفرق اللي هو المادة المادة التي نعملها الخامة اللي بيتصنع منها الفينيرز والأسنين هو عامل مهم بس مش هو الأهم بس هو مهم جدا يعني هو بيفرق ولكن عين الدكتور وإيد الدكتور وتصميمه ما أنا هقولك حاجة يا دكتور أيمان أنا ممكن تديني قطع الدهب وتدي لحد تاني قطع الدهب ده يعمل لك بيها شكل حلو قوي وده يعمل لك بيها شكل عادي عادي الفرق في إيه في إيد اللي اشتغل فالموضوع مش بس الماتيريال طب هل الماتيريال مهمة أو طبعا مهمة ما أنت ما تدينيش نحاس وتدي لجنبي دهب لا الماتيريال الماتيريال مهمة ولكن هي ليست الأهم بس هي مهمة يبدو أن عالم التجميل هذا العالم المسير فيه عامل كثيرة جدا بتلعب طور مهم صحيح أن عامل الوقت اللي أنت النهاردة اهتمت به هو زي ما بيقوله بطل الشاشة ومهم جدا لأنه ده أنت قلت برضو الوقت ده من قلب شعورك وحواراتك مع المرضى بتوعك أنه الوقت هو اللي فارق في التوقيت وفي القرار لكن إحنا في حلقات قادمة نريده أن نضع الماتيريال المادة أمامنا بليز لازم نحط برضو الفروقات في التصميم التجميلي يعني الفروقات البسيطة اللي تكمن الشيطان يكمن في التفاصيل صح؟ صح فهنا بعض التفاصيل الصغيرة طول الناب الزاوية بتاعة الميل بتاعة السنان الشرشرة اللي افتار في السنان دي التعريج اللي موجودة على سطح السنة كل ده بيالعب دور مهم جداً في أنه يطلع سنة ناتشرال شبه طبيعي أو سنة شكلها ارتفيشال وبالتالي تشد العين لمنطقة أنا بسميها منطقة التجميل التقبيحي ما فيش هكسمها التجميل التقبيحي بس أنا أطلقت عليها أجلي بيوتفول اللي هو شكلها حل من ناحية النظرية لكن في الحقيقة والواقع ونظرة الناس هي مش شكلها حل وخالص صح كده؟ كتير قوي كتير قوي خلينا المرة جاء نتكلم على الأجلي بيوتفول دي تمام ضيف العزيز المبدأ دائماً دكتور عبدالله متولي خصائي تجميل الأسنان المؤسس لمراكس برايتي الأسنان وعضو جمعي الأمريكية لتجميل الأسنان المصمم أهلاً بكم من قديم الزمان من زمان جداً يشغل عقل البشرية أو الأزواج يشغل عقلهم بتحديد جنس المولود وطبعاً لا يخفى عليكم أنه منذ سنين العمر طويلة جداً أنه يعني حتى الكرآن ذكر ذلك أنه الرجل إذا بشرها بالأنسة حزن وده غلط ده حرام ده أعتقد أنه خطأ شديد يصل إلى درجة الحربة وعلماء الدين يفتون في ذلك لكن في حالات طبية تستدعي أن يكون تحديد جنس المولود مهم جداً وفي حالات اجتماعية أرى أنه تحديد جنس المولود قد يفيد فيها في أمراض يا جماعة مخيفة مخيفة هيموفيليا هيموليتيك أنيميا هيموفيليا مرض نسف عدم قدرة الجسم على التجلط مرض مخيف هيموليتيك أنيميا الميجور خطير جداً سيكل نفس الكلام خلايا دم المنجلية في مرض اسمه الدوشين مايوبتي دمور العضلات الأمراض دي مزعجة ومخيفة جداً وربنا أعطانا هبة علمية أعطانا رخصة أعطانا جزء من العلم هبة أعتقد أنه من واجبنا أن احنا نستغل كمان من أحل اجتماعية في بيوت بتنهار بسبب الحكاة دي يعني راجل وامرأة بيحبوا بعض الست تخلف هو مثلاً نفسه يكون عنده ولد يخلف بنت اتنين تلاتة أربعة بص لاي الأسرة فيها ست بنات طبعاً إرهاق شديدة للست إنها خلفت الخلفة دي كلها وممكن راجل يطلق الست أو ينفصل عنه ويروح يدور على واحدة تانية طبعاً إحنا بنتكلم معه هنا عن ارتباك شديد جداً في الأسرة اجتماعياً تعدي الجنس المولود أعتقد هيفرق جداً في حياة مثل هذه الأسرة تعالوا نقرب من هذه القصة المسيرة اللي ألمياً فيها تفاصيل مهمة أو لازم نفهمها ضيف العزيز هو واحد من الأسماء القديرة البارزة في عالم الأخصاب المساعدة لست دكتور أحمد عاصم الملة استشاري الحق الميجالي وضراحات المناظير النسائية بمراكز رؤياً للخصوبة عضو جمعية الأمريكية والأوروبية للخصوبة وتأخر الإنجاب زميل الكلية الملكية للنساء وتأخر الإنجاب الزميل والصديق العزيز أهلاً بك يا دكتور أحمد أهلاً بحضرتك يا دكتور أحمد وحشل جداً جداً وحضرتك كتير ومشاهديننا ليه أنت حددت النهاردة تتكلم على الموضوع ده تحديد جنس المولودة حضرتك يمكن جاوبت على سؤالي بنقطتين لأن فيه جزء طبي وطبي هيساعد أسر كتير وجزء اجتماعي هيساعد أسر تاني من انفصال أو غيره الناس اللي عندها مثلاً نفسها في سكور أو العكس إحنا دلوقتي عاد بيجي لنا ناس عندها سكوره نفسها في ناس ما ويمكن ما كناش بنشوفه كتير دلوقتي لا بقى عندهم الوعي أه نفسهم يجيبوا بنات أه حنية البنات يا حنية البنات دي جميلة أول الواد الصغار ما عادوش حنية دي أخته لا بجد طيب فأنا دلوقتي برد عليهم بقولهم أن ده حاجة من الاستخدامات الأخرى للحقن المكاري يعني زمان كان الناس اعتقادها عن الحقن المكاري الناس اللي ما بتخلفش وبس لا أنا بقولهم لا ده الحقن المكاري ده الناس تانية بتخلف بس نفسها في نوع معين زي سكور أو إناس ناس تانية بتخلف بس عندهم مرض وراسي وعاوزين يستسنوه ناس تانية بتخلف بس ممكن يكون عندهم إجهاض متكرر وعملوا كل التحليل اللي في الدنيا وحلهم هو حقن مكاري مع فحص وراسي للجنين ناس تانية بتخلف وعندهم مرض جيني زي السلاسيمية زي بعض الأمراض الجينية اللي هي بتبقى ماشية في بعض الأطفال عندهم وعاوزين يستسنوه أن المرض الجيني ده ما يجيش لأطفالهم المستقبلي يعني بقالوا استخدامات أخرى الحقن المجهري غير الناس المتأخرة في الإنجاب طيب تحديد الجنس ده بدأنا نشوفه في القوينة الأخيرة زي ما أنا حضرتك قلت جزء اجتماعي مش جزء اجتماعي بس حضرتك ذكرت في ضمن الكلام أنا زوج وزوجة المريضة كل سنة ولا سنة ونص بتحمل وتخلف وتولد عشان تجيب النوع اللي زوجها عايزه تخير بقى هي بتعرض نفسها لسترس عامل إزاي تعرض نفسها لخطورة لو بتولد قيساري بقى كزا مرة فتح بطنع أكتر من مرة إزاي بنقول لهم دلوقتي في حلول حضرتك جبت بنتين تلاتة ونفسك تجيبي ولد ما تعديش بقى تسيبي لنفسك إن حضرتك تخلي في مرة واثنين وثلاثة وعشر عشان تجيبي الولد سواء هيبقى بردن اجتماعي عليك إنك مش هتقدر يتربي الأطفال دول كلهم وخطورة على صحتك لا في حاجة اسمها تحديد جنس إن أنا بنشط حضرتك عن طريق الحقن المجهري باخد بويدات حضرتك برة الحيوانات المنوية أعمل أجنة بس قبل ما برجحها للرحم زي المرضى اللي بيعملوا حقن المجهري عادي بفحصها بشوف مين فيها الزكور ومين الإناس وبختار مثلا الزكور وازرحهم عند حضرتك بس كله بإيه بإرادة الله سبحانه وتعالى أنا لا تحكمت في النطفة ولا أنا اللي جبت البويضة ولا أنا اللي جبت الحيوان المنوية وممكن أفحص الأجنة بتاعتك ويطلع إناس يبقى الجزء التاني وممكن يحصل للإرجاع ويبدأ الحمل وما يكتملش وما يكتملش وتسقط يبقى الجزء التاني اللي بنرد عليه الناس اللي كانت عندها تخوف من حرمانية الموضوع أو عدم حرمانيته أولا بنقول أن تقدروا ترجعوا لضر الإفتة وهم هيفيدوكم في الموضوع هو الأظهر الأقارب بإيه طبعا من زمان آه ليه لأن أنا مش متحكم أنا ربنا أداني علم أن أنا عرفه لا كمان هو الجملة اللي تقالت ساعتها أعتقد شيخ الأظهر يعني أكرام الله قالها قال إنه ده هيخرج عن الإرادة هنقدر مش هنقدر لا طبعا هو مش بيسأل هو بيقر أنه أكيد مش خارج الإرادة فبما أنه تحت مظلة الشرع والإرادة اللي هي خلاص هو الزكور والإناث ده هبة من الله سبحانه وتعالى وياهبوا لمن يشاءه إيه إناثا وياهبوا لمن يشاءه الزكور يعني الهبة من الله سبحانه وتعالى لأن النطفة أنا مش متحكم فيها يبقى الحرمانية دي مش موجودة أصلا ولا تخطر على بال هو ده من الزوج ومن الزوجة وأنا كطبيب ما بعرفش أصلا النوع أو الجنس المولود اللي أنا رايح أزرعه إلا يوم الزراعة ما بعرفش لما النتيجة بتطلع ويقول لي إن الجنين ده ولد الجنين ده بنت الجنين ده ولد الجنين ده بنت وبرضه بزرع وبعمل علي بس ما بعرفش النتيجة لبعد 14 يوم من الزراعة بحدوث الحاملة أو خلافه حتى على رغم من الزوجين كانوا مخلفين قبل كده عشان كده بنقول لهم إيه بقى مشكلة الناس اللي بيجون يعملوا تحديد جنس يا دكتور عيني أن هما مخلفين قبل كده كذا مرة طبيعي فهو متخيل أنه طالما مخلف قبل كده فعمليته نكحة ده هو خلاص هو أصلا بيخلف لا أنت حضرتك بتخش بإجراء حقن مجهري زي الناس اللي ما بتخلفش يبقى لازم برضه تاخد بإيه بجميع الاحتياطات للحقن المجهري يعني حضرتك تعملي تحليل الهرمونات اللي سبق نتكلمنا عليها سواء مخزون المبيض أو الغدد الدرقية أو اللبنية أو بعض التحليل الخاصة بحضرتك جزء كامل تحليل سالمانة وهو بيخلف آه لأنه ممكن يكون عنده صديد مثلا عنده مشكلة في التشوهات كل ده تأثر على نجاح الحقن المجهري نتطمن على الرحم بتاعك نتطمن على المكان اللي هنزرع فيه أن الرحم ده مجهز وسليم وكويس ما تأثرش بالولادات السابقة عنده حضرتك مش ممكن الولادات السابقة دي تكون عملت التساقات جوا تجويف الرحم ده ويكون هي سبب في عدم التساق الأجنة بالرحم يبقى برضو جزء كبير أن أنا حضر البريدة دي جيدا مريضة تقعد تحمل وتخلف كتير وفي نفس الوقت عندها طريق تاني تقي بها نفسها من أنها تتعرض للخطورة دي وفي نفس الوقت هتأثر عليها اجتماعين أو تساعدها أن حياتها تبقى أفضل اجتماعين يبقى روحي لعملية تحديد الجنس إذن الموضوع بقى أنا هقول لك أنه في مرحلة ما لازم يكون واجب الأمراض الوراثية آه ده بقى حاجة تانية أنا أتكلم عن جزء الاجتماعي إنما الأمراض الوراثية زي محارتك قلت الهيموفيلية أو الخلاف أو السيكيلس الأنيمية ده يرتقي للوجوب يرتقي أنا مش أقول واجب بس يرتقي للوجوب طبعا أنت كده بتقي الجيل اللي طالع ده أنه هو يبقى جيل كويس ما مش مصاب بأمراض يعني أنت بتتكلم في أمراض خطيرة لا ده أنا وقيت جيل كامل إنهما يصاب بأمراض زي الأمراض الخطيرة دي يبقى هو بقى واجب إن أنا أعمله بقى تحديد الجنس في الحالة دي واجب لأنه في أمراض في جنس معين ومش في التانية لا وفي ناس دلوقتي وهي بتسمع ما أنا تقول لي طب ما ممكن أنا أتجنم مرض وإراد ربنا وإشاء ربنا أنه هذا الطفل إذا كنا غيرت يعني مثلا نقيت إنه هو أبعد عن الزكور مثلا 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 الدوشين أن الطفلة تصاب بمرض آخر عضاء يا سيدي يبنى عملت العليم بقى يعني وأنا هو بقى يبنى عملت الإيه لخد بالأسباب هو ربنا دايما بيقول خد بالأسباب زي ما مريضة مثلا يبقى عندها ورم ده بالمبدأ بتاع الناس دي بقى يعني مريضة يبقى عندها ورم في سادي مسلا هقول لا أيه كان أنا ما أشيل الورم في السادي ممكن نطلع لها ورم تاني في المعدة ما سيبها بقى يا بقى لا أطهرها له magnet هو دايما ربنا دايما بيقول ربنا زي ما حط الداءمر حط الدواء يعني هو إدنى أسباب عشان نشتغل عليها ونساعد الناس بالعلم وإدنى أسباب عشان تتساعدوا بالعلم زي ما قلنا يا إما مشكلة فعلا طبية وبحتة لازم نعملها أو مشكلة اجتماعية لأنه برضو دي بتقيم بيوت وتهدم بيوت طيب الناس كثيرة هتفكر إيه الفقصات اللي بتعمل عشان نعمل تحدي الجنس المجهري؟ هل يختلف على الحالة المجهري؟ لا هتعمل نفس تحاليل الحالة المجهري أنا دلوقتي مريضة دخل أعمل تحدي الجنس هعمل تحليل هرمونات مخزون مبيض هعمل تحليل غضة درقية تحليل غضة لبنية تحليل غضة نخمية هتطمن بترانسفر جينال ألترا ساوند زي سونار سلاسي اللي أبعد عن رحم ولو لقيت حاجة تدخله بالمنظر الرحمي الزوج هعمله تحليل سائل منا وعشان أشوف عدد وحركة وتشوهات على الرغم أنه بيخلف آل أنا ممكن يكون في حاجة من الحاجات دي متأثرة طيب اتطمنت عليهم أبتدأ نشط بقى على حسب كل واحدة مخزونها وعمرها يبقى أنا مشيت نفس خطوات الحالة المجهري بالزبط على الرغم أن أنا بخلف آه على الرغم أن أنا بخلف يبقى معايا خمسة ستة اللي هوديهم فهو ده أنت بتمشي نفس الخطوات تحضير نفس التحضير طبعا بس أنت يمكن ليك فرص أعلى من اللي ما خلفتش يعني أنت واحدة خلفت قبل كده لو قرنت بواحدة في نفس عمرك ومخزونك وما خلفتش قبل كده فأنت فرصك أحسن من أشياء ما عندكش مشاكل إلى حد ما قد يكون فيه مستحدثات آه عليك إنما في الغالب أنت هتبقى فرصك أعلى من اللي هي ما خلفتش قبل كده في نفس الفئة العمرية بتاعتك هو السن اللي ممكن يكون عمر الرحامة ممكن لأنه أخذ بالحضرتك أن هي بتجي لي مثلا بعد ما خلفت ثلاثة أربع مرات مثلا فهي طبيعي أنها تلاقي السنة في الغالب معدل 35 عشان هي تفتكر في تحديد الجنس طب بسرعة بقى إن أدام الحيانات المنوية آه أنت بتكلمت بقى عن حاجة مشكلة تخص الزكور ومشكلة تخص الزكور دي مشكلة كبيرة جدا لأن هي تخصه يعني جسديا ونفسيا لأنها طبعا بتأصل عليه نفسيا بس الحمد لله أنا بقى لها أحلول كان زمان يعني إيه زيروا حيانات المنوية يعني الحيانات المنوية مش موجودة في السائل المنو طب هنروح ندور عليها فين مكان تصنيع الحيانات المنوية فين الخسية طيب زمان كانوا بيعملوا جراحات عادية بياخدوا عينة ويوديوها عشوائية كده ويشوفوها للفحوصات إذا فيها حيانات المنوية يجمد ما فيهاش يقول له لأ دلوقتي بقى فيه حاجات أعلى حاجة اسمها تفتيش الميكروسكوبي بقى بالميكروسكوب أحدد البقر اللي فيها حيانات المنوية والأهم من كده التحضير الجايد للراجل يعني أنا ممكن أدخله العملية على طول أول ما شوفه يلا تعالى نعمل لك عينة من الخسية لا غلط لأ لازم أشوف هرموناته ولازم أتطمن على الوراثة بتاعته ويعمل حاجة تحليل كده اسمه إزد إف مايكرو ديليشت ده بالحاجات برضه اللي تديني انطباع إنه هيطلع ولا لأ واشوف إيه سبب انعدام الحيانات المنوية ده كان سبب وإيه عنده أدي له جرع علاجية بقى لازم يبقى معايا استشاري ذكورة وده اللي قلنا عليه أن كل مركز لازم يبقى فيه استشاريين ذكورة جنب استشاريين النساء يحضروا الأزواق صح لأنه هو ده اللي هيعلي نسب استخراج الحيانات المنوية فيه واحد يفتح الخسية مرة واثنين ومايلاقيش حيانات منوية تخيل بقى في ثلاث مرة يلاقي حيانات منوية ليه؟ في ثلاث مرة تحضر صح قبل كده خدوه على عملية كده وخلاص وأنا بقول لبردو السيد وجات لازم تبقوا جاهزين لأن في الحيانات المنوية اللي مستخلصة بالخسية لعينة الفريش أفضل فأنا بقول للزوجة أنا أحضرك وهتكوني جاهزة على صحب البويضات يوم اللي زوجك هيخش ياخد العينة من الخسية بالجراحة الميكروسكوبية هو هيخش الأول ربنا قرب ولقينا حيانات منوية هندخلك نسحة بالبويضات لأقول لقدر الله هنقول لحررتك لا مش هتخشي هتقولي بأنا هكون خط تنشيك هقول لها هيبقى أفضل لحررتك لما يجي الإخصاب والانقسامة هيبقى أفضل لما تكون العينة فريش عنده لأن ساعات في حالات مثلا كليم فيلتر يا دكتور أيمان دي حالات عندها خلل في الكروموسومات ده 47XXY يعني already عنده كروموسوم زيادة عنده خلل ده ممكن يطلع عدد قليل قوي من الحانات منوية لا هعرف أجمده ولا هعرف أستخدمه بعد كده وممكن أجي أفكه بعد كده يحصل إيه ألاقي الحانات منوية دي ميتة طب لأنا لو أخده فريش يوم العملية لا ده نعليت نسب نجاح وممكن كمان يبقى عندهم فرص تجميد أجنة يبقى بعد كده لما يفكروا في العملية دي ما يضطرش ياخد عينها من الخصية تاني ولا هي تتنشرت تاني يدوبك على الزراع وده اللي على نسب النجاح بقى في الفترة الأخيرة أن حتى نسب التجميد بقت أعلى والتقنيات بقت أعلى بقى عندهم فرص أعلى في حدوث الحمل أنت نورتنا وأسعدتنا بهذا الحوار العلمي الرقي كعادتك ودايما بتشرح النقاط مهمة جدا من ناحية العلمية ولا تنسى أبدا ناحية الاجتماعية وده شيء بقى مهم جدا في تأخر إنجاب لأن تأخر إنجاب ما بقى عملية علمية فقط ولكن عملية كمان عملية مهمة جدا للإصلاح الاجتماعي أو لضمان سلامة هذا البيت طبعا يعني أنت مشكلة زي الأسوس بيرميا دي ممكن تهدم بيوت يعني هما لما يشوفوا التحليل في الأول الزوج يبقى أسوس بيرميا أو ما عندوش حينات منوية يقولوا طب انفصل ده أنت عمرك ما تخلف لا أقول له لا بقى ليك أمل في الإنجاب بطريق تاني موضوع تحديد الجنس لا هتخلي في بناك طول عمرك لا تقدر يتخلي في ولاد عن طريق الحقن المجهري وتحديد الجنس يبقى العلم بيجي لمساعدة البشر ولإقامة البيوت مش لهدم البيوت ضيفي العزيزي القيمة المال القدير أسوس دكتور أحمد عاصم الملة استشاري الحق المجالي وجلحات المناظرين النسائية بمركز رويل للخصوب وتأخروا الإنجاب عضو جمعيات الأمريكية والأوروبية وتأخروا الإنجاب وزميل الكلية الملكية للنسابة اللندنية كان ضيفا فيه واحدة من حلقاتنا المثيرة في عالم الدكتور نورت يا دكتور أحمد عبد النور حررتك وتمنى أن مشاهدنا يكونوا يستفادوا من الحلقات بتاعتنا إن شاء الله يتعالى وإن شاء الله بنوعدهم بحلقات أكتر وأكتر يستفادوا منها كمان وكمان أشكرك على قملك الدعالة خليكم دايماً مع الدكتور أهلاً بكم إحنا بندور كل حتة في جسمنا ضرر كبير رقابتنا وظهرنا ضرر كبير جداً جداً وأحكي لكم قصة مهمة جداً لتوماس هيرزوغ ده مدير أعمال النمسوية كيري كورنبيرغ طبعاً أسماء صعبة خالص كيري كورنبيرغ دي لعبة قفز بالزانة ودي عندها 21 سنة تعرضت الافتطام قوي جداً أثناء اللاعبات ده محترفين ده شغل المحترفين بصوا وهي بتقفز بالزانة استضمت استضامة كبيرة جداً مما تتسبب لها بكوادر بليج أو شلل ربعة في ثانية في ثانية تأثرت القدمين بالزات والإيدين على فكرة تأثرت لكيرة وبدأت الآن يعني بتحاول إنها تعود مرة أخرى بيقولوا إنه الأساليب الجديدة في العلاج هي طبعاً دي إصابتها أثناء مكان بتتمرن في مدينة أنسبورغ دي بيقولوا إن الأساليب الجديدة في العلاج ممكن تفيدها إلى حد ما لكن تهور مش تهور بقى يعني إصابة المحترفين غير إصابة الناس العادية يعني إصابة الناس العادية يعني مثلاً دي محترفة بالوقت بدأت يعني ما تيقاسش وتعود مرة أخرى لكن انا ساعت بنعمل حاجات تضرنا جداً وبحاجات كتيرة يعني دلوقات طلعها موضة قوي الكرة كبيرة دي اللي بيلعبوا بيها في البيوت الكرة كبيرة كده مطاطية بيلعبوا فيها بيوت الحاجات دي خطيرة جداً الكرة دي تبدو آمنة لكن هي في منطقة الخطورة دي ناس بتلعب الكرة دي بص شوف بص الخبطات خبطات جبارة بص بص دي طبعاً هنا ناس بتهزر مع ناس اللي بيهزروا خبطاتها في منطقة الخطورة واللي بيفيها بص ده راح في ودول طبعاً الأربع كل واحد راح في ناحية الوقعة دي ممكن تكسر رأبة دي ممكن تكسر رأبة الحركة المفاجئة تكسر رأبة بص ده في منطقة الخطورة ده خلاص ده ظهر بتاعه كل سنة ومطلعب ده ظهر ورقبة وكل حاجة وده برضو رقر ده طبعا الناس اللي بتتخور هتتعور وساعات يكون الثمن غالي لكن العلم الحديث بيوفر إلى حد ما فرص لأولئك الذين يصابون إصابات كبيرة البي أربي هذا العالم المثير مع ضيفي العزيز الحقيقة اليوم لقاء مهم جدا مع قمة علمية كبيرة واسم كبير ولا أنا بعتقد أن هذه واحدة من اللقاءات القرن الواحد وعشرين يعني إيه اللقاءات القرن الواحد وعشرين؟ يعني العلم الحديث جدا في عالم العناية بالعمود الفقري وبالعضلات ضيف العزيز الاسم الكبير لسيس دكتور أيمان عينب في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نضايق ألم فضاري ده نزلق ظروفي نزلق ظروفي يعني أعمل اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنه حدف على ثمانة غالية 15 سنة بأخد علاج مش بتاعي دمروني الجد إذا إحنا نقصر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصريح البي أر بي عزيز العالم المثير لا فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي أني بشهر هخفه وهرجع لطبيعتي عمري ما كنت أتخيل كده الأستاذ الدكتور أيمن عنب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميلة جماعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا ضيف العزيز الاسم الكبير أستاذ دكتور أيمن هارف أهلا بيك دكتور أيمن أهلا بيك دكتور وحشني والله وانتك يا وين الله الحقيقة النهاردة عنواننا البي أر بي يصلح ما لا يمكن إصلاحه صح كده؟ صح وأنا دايما أنا بقى بقول الاسم التاني للحلقة النهاردة حلقة القرن الواحد وعشرين العلاج للقرن القادر القرن الحالي والمستقبل لكن عايزة أبدأ الأول إراك في اللي احنا شوفنا دلوين أه طبعا الإنسان بنيته ضعيفة زي ما عارك كنت قلت قبل كده في حلقات قبل كده احنا ما عندناش حاجة تحمينا من بره احنا شوية لحم عضلات سهل تكسر مفاصل كتيرة أو بتتحرك سهل تتمزق فأي إصابة بتنتج عنها كارثة المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ ريضات اللي زي حلق أعلى التالج الاسكينج ده ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري هقول الأسف اللي بتكسر أو بيبوز في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني لغد دلوقتي اللي ممكن قدام الدنيا تختلف إنما كل واحد يتجنب المشاكل هم محترفين فده وظيفته الرئيسية فقدامها عواقب وسعد بتحصل وسعد لا في نسبة مخاطرة عالية فمش كل الناس كده النمى اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها تفعت منها غالية اللي بلعبه بالبتاعات الكور الكبيرة دي تساعات التهور يعني بيخليك تقعد تطع عمرك تتعالج بمشكلة أنت كنت في غنى عنها بسبب رياضة بسبب يزار مع واحد أنا جالي مرة عيان بيقول لي أنا سواء تاكسي بهدلني ضرب فرمالة فجأة ومنخبطش في حاجة بس طلعوا قدام فجأة رقبت وتمزقت وعايش بقى له سنة بيتعالج بينها بس عشان فرمالة تاكسي يعني فأنت عندك مشكلة أن سهلة تتصاب فخلي بالك ده هجوريني للسؤال الأول الالتهاب كلمة رخمة وصعبة بس أنا أول مرة النهاردة وإحنا بنجهز للحلقة أعرف أن فيه أنواع التهابية وأنواع ألم في العضلات والفقرات والمفاصل فيه أنواع للتهاب والألم ما هو الألم بتصاحب الالتهابات دايما إنما إحنا فيه عندنا نوعين من الالتهاب فيه التهاب ممكن يشفيك وفيه التهاب ممكن يموتك يعني إنت دلوقتي عندك العربية لما بتيجي تدورها لو البطارية كويسة مرة واحدة بتدور المطور بيشتغل بتمشي صح؟ لو البطارية ما بتديشه فولت المناسب بتوعه تدور كذا مرة لما تستهلك طاقة البطارية الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكلة فبيقعد يستنفس طاقة الجسم لفترة طويلة فبيدخل العيان في مشاكل تانية فده التهاب ممكن يموتك الالتهاب الحد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخف معك فعشان كده المرضى المزمنين بيقولك أنا بقى لي عشر سنين بلف عند كترة وما أصرتش هم عحق بس هو الجسم ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين ان يبدأ مع التصليح طبعا حضركي عارف الـ action potential وقول or none لو في قوانين في الجسم احنا ملزمين بيها ما نقدارش نبدلها ولا نغيرها القوانين دي اذا وصل الالتهاب لمستوى الحد تبدأ الخلاية تخش تبدأ عملية البناء تحصل لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك ودي حقيقة سبتة الخشونة وقلام العضلات اذا طولت عن كذا شهر ثلاثة لستة شهور يبقى انت معرض تعيش بيها طول عمرك ازاي احنا نقصر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعة ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح بحقن الصفاحة دموية البلازمة اللي هي اسمها الـ PRB هنتكلم عنها بالتفصيل هل بقى هل الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لأ هل في ناس كتير بستعملها ولا لأ احنا عندنا قانون كوني ان الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي صح يعني انت اكيد سمعت عن كذا صايحة في الطب طلعت واختفت او كملت وكبرت وانتشرت لان يعني فيه اية هنبدأ بيها بس فأما الزبت فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض فدي قانون كوني موجود في خلال السنتين اللي فاتوا انا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بالـ PRB دا كترة وجامعات دخلته ومستشفات تبع مراكز كبيرة من هالجيش دخلته وبدأت تحقن به وبدأت النتاج تبقى هايلة بيجي لناس من الأقاليم والمحافظات في مصر مختلفة بيقولوا احنا حقلنا وتحسلنا او كذا دكتور بدأ يحقن الانتشار زاد دا دليل على النجاح الحمد لله واحنا عندنا كمية عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين الاثار الجانبية المسكنات عنيفة ما عندناش بدائل للأسف فهو اصلاح ما لا يمكن اصلاحه بدونه دي حقيقة ما فيش تغيير في ميجا ستارز وناس رأس مالهم في جسمهم اتعالجوا بالـ PRB جارس بيل ندال النجوم الرياضيين يعني جارس بيل دا نموذج ليه العلاج بالـ PRB فيه اصاباته كانت ممكن تطول فترات طويلة جدا واثرها بالـ PRB صحيح زي محارج بتقول برضو الاصابة في اولها الجسم بيبقى لسه مستعد انه تصلح الاصابة بعد فترة طويلة بتبقى مزمنة بتتكون كذا بقرة ألم ما بتبقاش واحدة بس ودي برضو فكرة العيان بالعملية اللي عنده غضروف اللي بقاله خمس سنين عنده غضروف زي اللي بقاله ستة شهور لا طبعا اللي بقاله ستة شهور دا حيشيله غضروف هيخف اللي بقاله خمس سنين دا حيشيله غضروف هيخف تلاتين في الماء مين أشهر أماكن الألم؟ أشهر أماكن الألم هي أماكن المفصلات هي مناطق الحركة إيه أشهر مناطق الحركة عندنا؟ الرقبة زي دي كده دا مفصل فك طبعا من العشمال وده من أسوأ مناطق الصداع عند المرضى وبفتكر دايما أنه عنده العصب الخامس ويطلع مفصل فك الرقبة مشكلتها كمان أنها بتعمل دوخة وبتعمل إحساس الترجيع والصداع المستمر دي منطقة مفصلة أنت دايما قاعد على الموبايل برقابتك قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب فدي منطقة مهمة جدا في الحركة نص الظهر وآخر الظهر لأن دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة طبعا الرقبة وآخر الظهر هما نمر واحد لأن نص الظهر دا فيه فقرات الصدرية فإلى حد ما محجمة الحركة شوية فما بتتصابش كتير قوي إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلقبط مع الدسك وآلم أسفل الظهر اللي بالعام بيقوم من النوم ظهره مش عارف تحرك منه وساعات ممكن يععد يومين ثلاثة في السرير مش عارف تحرك بسبب نبات الألم اللي بتروحه وبتيجي مع الشتاء مع تغيير المواسم مع الشغل التقيل فكل دي أماكن كتيرة جدا طبعا الكتف كل ما بتشيل حاجة بيدك تقيلة كتفك بيتمزق عضلات كتفك من وراء تفتجرها إنها بفقرات دي برضو من أشهر الأماكن بزاد في السيدات مناطق التندو أكيليس اللي هي بيسموها العرقوب وطر الرجل فدي وطر العضلة كعب عالي بالزبط وهو ممكن كعب دي يعمل مشاكل جامعة مفصل الصبع الإصام اللي هو الإبهام ده من أكتر أماكن الألم وطبعا عضلة السمانة اللي هي هي طبعا اللي بيتمشيك فدي عليها لود عالي جدا فدي من أشهر أماكن الألم طيب هنا فيه سؤال مهم جدا هو سؤال واعتقاد في نفس الوقت المريض العربي والعالمي طالما الألم طول عنده وزاد لفترات طويلة بقاله سنين يعني هو نفسه بيبقى معتقد وبيجي لك بالجملة دي أنا بقالي سنين متألم ومتعايش مع الألم ده وبقى وزء من حياتي وعندي إحساس جوه أنه عمره ما يروح هل الكلام ده علميا صح أو العرب يعني لسه عندي مريضة ست جميلة سيدة فاضلة فوق الستين بيجي لها ألم في ظهرها جامد جدا بقعادة عشر تيام في البيت ما بحركش قالتلي أنا ما عنديش للأسف رفايات العجز أنا ما قدرش عقعد في السرير عندي واجبات كتير بقوم بيها وأنا كنت معتقد أنه حيجي ليوم في الأيام أنه ظهر عيخف إزاي أنا مش عارف ستة دي الحمد لله خفت خفت تماماً تشوفيت 100% وكل ما شوفها بتقعد تدعيلي ستة جميلة جداً هيتعتمد على إرادة المريض المريض اللي عنده إرادة بيدور على حل وحيوصله ويمكن إحنا لو تكلمنا على أنواع المرضى فمريض طبعاً عنده طاقة سلبية كتير وده دايماً ماشي محبط وعنده دايماً تراكمات نفسية فدايماً بيقول أنه عمري ما حقفه عايش كده وفي مريض دايماً عنده طاقة إبجابية بدور على علاج مختلف ودايماً حيلائي حل وبيتعاون ده مريض هايل أنا هقف عندي حتة مهمة جداً والحيقى أنت ديك يعني زي ما بيقوله الفضل الكبير في توضيح هذا الأمر بالنسبة للمجتمع الطبي لأنه الحكاية دي كانت عاملة مشكلة كبيرة للأشعة العين بيروح يعمل الإنسان بيروح يعمل أشعة تبقى للأشعة أنت محتاج واو عملية أنت كارثة أنت زي ماشي على رجليك الأشعة بتوريك أنا بشوف ناس صحابي كي يجي بالأشعات تيجي تشوف الأشعة مخيفة ورجل ماشي وبيلعب حرك عادي معاك مشكلة خالص فهنا نقف شوية قدام الحكاية دي هل نحن في المجتمع الطبي نعالج أشعة أم نعالج أعراضه كيف نميز بين الاتنين بالحالة دي قضية مهمة آه جدا لا إحنا طبعا إحنا بيعالج مريض بالأعراض أنا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير وبنقعد أول حاجة بقوله شاكويتك إيه أتشوف الأشعات أبدأ أتخض وأقوله غالبا دي عملية أكشف عليه أقوله الإنسان اللي أنا قلته خالص ملكش عملية واحد يقولك عملية تسيبه وتمشي على طول ليه بقى لأن إحنا الأشعة إنها ديسك أو غضروف أو مش غضروف الغضروف ده مش مؤذم السرطان يعني يعني أخرو بيبقى جنب العصب لو العصب مدائق منه حيعمل أعراض لو مش مدائق حيسيبه زي ما هو كان لسه عندي مريضة من يومين نفس الموضوع شفت أشعاتها عندها زعزعة فقرات من زلال غضروفي بسألها شكوتها إيه بتقول لي ألم في الظهر الصبح بتمشي وعمرك ما هتعمل عملية وهي فوق الستين سنة ألمها حتة التاني وفي واحد بيبقى عنده الاتنين فأنت بتوزنها هو هيخف بالعملية كم في المية؟ لو هيخف بالنسبة كبيرة سبعين ثمانين هنعمل له لو هيخف عشرين ثلاثين مش هنعمل له طب ما نعالج السبعين ثمانين الأول بعدين نسيب له العشرين ثلاثين يعيش بيهم فطبعا الأشعات هي مشكلة إن زي ما حارج بتقول التطور دلوقتي يخلى المريض دايما عايزي شوف كل الدليل اديني دليل وده مريض الدليل بيخش من الأول أنا عندي إيه؟ قل للدليل وحخف إزاي؟ أو حخف ولا لأ؟ وقل لي فحصات أعمل عرف إنه حخف ولا لأ؟ وإذا خفيت اديني دليل إن أنا خفيت ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول عندي قضية تانية مهمة أفضل قضية خطيرة يعني وبرضو تريد الفضل في إنك أسر تح كان يعتقد ومازال يعتقد في أوسات كثيرة جدا إنه أي ألم في الظهري ده أنزلق وضروفي خلاص ألم في الظهري ده أنزلق وضروفي وأنزلق وضروفي يعني أعملية والله هي هو ثلاث حاجات وربعة يعني هو إيه؟ أي ألم في الظهري أنزلق وضروفي وأي أنزلق وضروفي إزا عملية هذا معتقد ريب جدا صحيح حسب معك سؤال على لسان يعني مخرجنا الجميل يعني أستاذ هاني عفيفي يعني هيسألك سؤال مهمة تعالي نشوف هاني عايزي ملي بسبب نمط حياتنا في السنوات الأخيرة إننا بنقعد فترة طويلة على التابلة لويين رقابتنا أو على اللابتوب حنيين ظهرنا بالكامل والعادات الغلط في المذاكرة على السرير وشيل شنطة المدرسة التقيلة وإحنا صغيرين ومع قلة الرياضة وعدم الاعتماد على المشي انتشرت أوجاع الظهر بشكل غير مسبوك وانتشر معاها مفهوم الإنزلاق الغضروفي المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم وبيحس بالخضر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي العراضي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية إزاي بقى نعرف إن ده إنزلاق غضروفي ولازم نتوجه للدكتور فورا وإيه هو علاج الإنزلاق الغضروفي لإنه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحالة أسوأ صح معك حق هذا السؤال طيب نبدأ الأول الغضروف بيعمل ألام في الساق وليس في الظهر فأي ألام في الظهر ده مش غضروف اتفقنا ده خشونا ممكن يبقى معه خشونا إنما ألام الظهر بس ده خشونا حتى لو فيه غضروف في العشاعة على فكرة ملاكش عمليه اللي بعده ألام الساق ألام الساق اللي هي ألام عرق النس لازم أما نرفع رجلو ما قدرش رفعه حق 24-30 درجة لازم يمشي يقعد في الطريق من الماشي بعد خمس لعشر دقايق لأ معه تنميل ويكونه غضروف في الأشاعة مقنع لأ يعني لازم كذا حاجة مع بعض ساعة ناس بتجيلي أشاعتها نورمل وتبص على رجلو تلاقيه برضو نفس الأعراض مش عارف يمشي رجلو بتوجعه دي عضلات بقى فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض طبعا المريض مش هقدر يوصل لواحده للتشخيص بس أي حد هيقولك عملية لازم تاخد رأيي اتنين تلاتة كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات إلحق نفسك البول حيسبقك العين طبعا بيسمع البول حيسبقك ده بينار لأ هو ما فيش غضروف بيعمل كده إلا واحد في المية من الحالات لما يكون جاي أصلا على الكرسي بعجل فما فيش القصة دي معظم الناس بتخف يعني أنا عندي ناس في الاستشارة خلاص بيكون اختفى الغضروف أو هو تحسن والرجل بقى كويس بيقول له خلاص قفلنا قصة العملية فيعني معظم الناس بتخفى الغضروف ده مش مرعب واللي حيبقى عنده بس الأعراض دي لوحدها اللي هي ألم عرق الناس لو وصلنا العملية حيخفوا بسرعة قوي ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني لو عملت عشر عينين مثلا عمليات حلاقي ثلاثة منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش أخبارهم تاني وفكروا غرص في البيت حتى وحلاقي السبعة التانين خمسة منهم حيجوا قلولي ضهرنا واجعنا لسه ما خفناش قوي أعليجهم بقى سواء بالPRP أو بعلاج تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس حيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايما ما بيتحسنوش فالعملية نتائجها مزاي الناس فاكرة إن أنا حخرج سليم أخرج أرجع لشغلي بسرعة لا في حالات وحالات اختيار المريض ده مهم جدا الإفراط على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشة انت بتبوز حياته مدى الحياة يعني واحد انت دخلته في ألام زيادة وفضل طول عمره وتعالج بيها ما كانش محتاجها أو دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلاف عضلي بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلاف عضلة عاملة عملية فيبروميارجي آه وغضروف صغير جدا وعمل عملية برضو مشكلة برضو للأسف في أطباء الأشعة بيكتب انزلات غضروف في ثلاثة واربعة واربعة وخمسة وخمسة أولا وكلهم نتوءات لا تزيد عن واحد ملي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مسلا تقرير جاي من بره حد عاش في أمريكا ولا حاجة يكتب لك جنبها نون سيجنيفكنس ملوش أي دليلة دلالة كلينيكية نون سيجنيفكنس يعني باللغة البسيطة بتاعتنا مش مهم مش مهم حاجة لا تزكر هو ماقدرش يكيره حاجة لا تزكر وماقدرش يخدك به آه إنما هو يقولك في غضروف إنما مش مهم بس يعني فلازم العين يبقى عارف إيه المهم وإيه اللي مش مهم طبعا إحنا يعني فقدنا الأولويات ما عندناش فرق الأولويات في لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا يعني غضروف صغير زي غضروف كبير آه ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لا في أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي إيه اللي حيفيدك آه أنا حطلعك مع عملية كويس ولا ملوش لازمة أقدر أجنبك قد إيه عملية كم في المية بطرق مختلفة آمنة الـ PRB يمكن أحسنهم أو هو الوحيد تقريبا يعني الحمد لله أنا معالج ناس كتيرة جدا هنشوف أشعاتها يمكن آه منهم كانوا يعني لعبة كورة وناس كتيرة وبعد العملية ما كانش عارف يلعب على فكرة وده كان عنده غضروف ومحتاج جراح وناس تانية كانت بتمشي خطوطين بتقعد في الطريق الحمد لله تحسنت مع أن أنا جراح يعني أنا أفضل دايما الجراحة أسهل لي بدأ لما أخذ مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج إنما أنا بفضل مصلحة المريض دايما نمبر وان إذا كان يحتاج إلى زكا طبعا إذا كان يحتاج جراحة في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها جراحة وده العين اللي بيزعل بقى إن هو بيجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجأ إنه ملوش مخرج إلا العملية لأنه دخل بقى في سقوط مشت الرجل دخل في ضعف العضلات منظر الأشعة دي عنيف جدا بقى له فترة رجله بدأت تخس طب وخلاص بقى يعني إحنا نلحق ما يمكن إنقاذه يعني البي أربي البي أربي هل البي أربي ترى إنه وصل للثقافة المصرية كما ينبغي الآن كما هو في الثقافة المصرية أحسم كتير من ما بدأنا أحسن كتير أحكي لي بقى أنا عايز أسمح قصص المرضى يعني وعنا من يمشي كده أنت شوقتني لعب تكور ده مهم أيو يعني لعب كورة يعني أنت بيترجعش واحد يمشي أو راح واحد بقى يرتاح ده 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 هذا واحد يؤدي أداء عضلي قوي دي حقيقي يعني أنا جالي وبعدين عنده غضروف كبير بدأنا بالعلاج الحمد لله تحسن دخلنا في البي أربي تحسن أكتر انا بقوله انت بالنسبة لبين ادم طبيعي عمره ما حيشتكي انما انت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل ده ده دي اشعة يتلاقي بكور لا دي اشعة اه تانية مريض كان عنده ده يعني شايف فقرات العنقية على اليمين دي كلها ملخلخة دي كلها زواد عضمية عدم ثبات الام في الرأبة جامد اللي على الشمال نفس القصة ومعها غضروف عالي قوي واحد واثنين اللي ساهم اللي اخضر ده ده نزله غضروفي جنب الحبل الشوكي واحد اثنين قطني ده حبل الشوكي المريض ده كان طبعا مرشح للجراحة ده عنده اثنين وخمسين سنة من قسيط وعنده كان مشكلته المشي ما بعرفش يمشي خمس ده اي وقت في الطريق برضو هو خايف من الجراحة بدأنا بالحق الحمد لله هي جلسة واحدة خفى سبعين في المائة بمشي كويس جدا كلام ده من سنة ومن ساعتها الغد دلوقتي زي الفل دي حالة نمر اثنين دي سيدة من الفايوم عندها تنين وستين سنة عندها الام كانت بسبب دي القناة العصبية لو حضرك هتبص على اليمين هتلاقي العلامة الخضرة دي قناة عصبية دايقة العلامة الزرق قناة عصبية واسعة بين الفرق بتهال اه طبعا دي ده نتيجة الخشونة وزواد العظمين من المفاصل فدي كانت عندها الام عرق النسف في الساق اليومنا تحسنت برضو حمد لله تسعين في المائة تسعين في المائة وسبعين وكده دي ارقام من بوق العيان عيبقول له ادي نفسك رقم يقول لي فالحمد لله جلسة واحدة برضو حسنت ماكملناش ده غضروف قطني اللي برضو العلامة الخضرة دي خارج ده اربعة خمسة وجاية على حتلاقي حتة على العصب الشمال شايف العصب لا بيض اليمين اللي هي عليه النوقات الحمرة ده مخرج العصب فحتة غضروف السودا دي جاي يقفل عليه ده عنده عرق النسف قلم شديد جدا قلم شديد جدا ده مريض برضو عنده خمسة وخمسين سنة ومشكلته انه عنده ألام عرق النسف في الناحة اليمين وكان مرشح لجراحة والحمد لله تحسن بعد حوالي تلسة لاربعة جلسات يعني وصلنا النتائج سبعين تمانين في المائة الحقن الموضعي هنا يعني فيه أماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن بمباشر فيها صح كده؟ صحيح اه وخصوصا انه فيه ناس دلوقتي بقى تدعون عندها الشكوة العضلية كبيرة قوي وصلت لقى وصلت لقى اللي بيتمررهم في الجام الستاتة البيوت البنات عادتهم الغلط تلاقي حتة فرع بيت بلك دي بيت موت اه صحيح وبعدين طبعا تعرف فيه ناس سبعين دلوقتي عاملين بقى ولك اللازق عارف اللازق عارفها ملونة دي ملونة دي والناس مبسوطة يعني الناس ملونة تعطي الرياضة اه اه يعني هما بيشوفوا على فاكرة اللازق دي انا معرفش ايه دورها ايه يعني انا معتقدش هو هو زي ما قلت حرطتك مخدر لا مفيش حاجة طولت هتخفه لوحدها يعني عشان بس ان نبقى واضحين واللازق دي مش تفرق معها والحاج خالص هو بتقلل الالم زي وزي ايه حاجة في الدنيا انها ما بتعليكش المنبع نفسه احنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنة الالام المزمنة بيركنها في الارشيف ما تطلعش من الارشيف تاني هتقعد طول عمرك في الارشيف مش هيتطلعها تاني الا الالتهاب الحاد اللي بيحصل نتيجة المواد التحفيزية اللي بيقول صفاحة الدموية تبدأ تنبه الجسم ان الاصابة لسه حصلة يبدأ اشتغل عليها صلاحة يرجحها زي الاول اذا المطور دار ما بيتفوش اللي ما بيخلص بطريقة بسيطة مبسطة يعني بدون ما نخش في تفاصيلة الضيئة فالفرق بين ده حاجة اسمها ريجينرتف ميديسن اللي هو الطب التجديدي سواء البي ار بي هو على رأسهم او حاجات تانية برولو سيرابي البايوبانكتشر فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو المطور بس ده احسنهم احسنهم ليه؟ ناتشرال من دم العين من نفس الخلاي بتاعته كل واحد على فكرة بياخد سرعته برضو فالسن الكبير بتأخر درجة الخصونة العنيفة نتائجها مش حلوة السن الصغير احسن الرياضي احسن اللي عايش في جوه صحي احسن يعني تقول لي مثلا احسن شعوب بتعليجها او نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا اهل اليمن وليبيا والسعودية عندهم جو حلو ما عندهمش تلوث طبعتهم البدوية والصحرة دي خليج اسموهم سليم اكلهم متوازن فعنده جازل منع سليم بشتغل بصورة حلوة قوي اللي عايش في منطقة تلوث عنيفة شامم اكل وشامم ريحة مش كويسة شامم جو ملوث بيأكل اكل كيماوي في كيماوي كل ده بيأفل حاجة اسمه خلاك جزائي اللي هي مسؤولة عن التصليح انت لوطني واسعدتني كان حوارا ممتعا كالعادة ضيف العزيزة الخيم العلماء الكبير السيد دكتور ايمان عينب كان ضيفي في الدكتور البيعربي كيف يعمل هذا ما سنترككم معه ونذهب الى يعني نكمل الشاي بتاعنا مش كده وليه خلي بالكم منظهركم واوع من البتاع الكبيرة الكورة الكبيرة دي اوع منها خطر جدا 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 خلو ديما بعد التصليح ده بتم شكرا جدا لدو تقامي جدا لنده جدا 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 لما جدا اهلا بكم الحقيقة قضية مهمة جدا تتشغلني قضية القلم وبيني وبينكم دايما كنت أسأل نفسي إيه فلسفة القلم؟ يعني ليه القلم موجود؟ وليه الإنسان بيتألم؟ ويشوفوا الحكاية دي يعني شغلك من يعني وقت طويل جدا ليه البنت تتألم؟ البنت تحديدا يمكن كاير رقيق جدا عشان تشوف بنت صغيرة 16-17 سنة 20 سنة 25 هنا القلم وفلسفته هذا حوار مهم مستمر الأنسات وألمهم ومشاكلهم والتحديات التي تقف أمامهم هذا سيكون حواري مع ضيف العجيز القيمة العلمية المتميزة والاسم المتميزة لأستاذ دكتور سيد مخص الأورام اللي فيها ممكن تكون مسؤولة عن الاتساقات داخل الحوض ما نقتلش بنت لسه ما تجوزتش إن إحنا نستنى عليها قوة تعمل الورن بالليفة ولما يكبر ده كبر لازم نشيل الرحل الإيجابيات معناها قد الثقة للمريض المصري والمريض العرب في الطب المصري إحنا عوزين يحصل بجد تغيير في سلوكياتنا نتيجة وعينا أقصى من الله تخلي اللي حوالك عامك وبجد نحس بالآخر إن الآخر أنا وإنت ونطمن أي حد يمسي أمل بايمة المنظم ونصبك وعد العملية اللي الولادة هي الأمل الأستاذ الدكتور سيد الأخرص استشاري أمراض النساء والحقن المجهري وجراحة المناظير وأطفال الأنابيب الحاصل على الزمال الأمريكية لجراحة المناظير المتقدمة والمساعدة على الإخصاب عضو الجامعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة عضو الجامعية العالمية لجراحة مناظير النساء والمؤسس لمستشفى الأمم والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحمة المهاجرة في الشرق الأوسط أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي موسيقى موسيقى ضيف العزيزي بسود دكتور سيد الأخرص أهلا بكم أهلا بكم وأنت والله الحقيقة عايزة بدأ بهذا المنظور منظور الألم وإحنا تكلمنا أن الألم هو إحساس إحساس يعني غير محبب للنفس بوجود شيء في طريقه للتلف أو الهلاك أو بالنفعل تم تلفه وهلاكه أي ألم دايما كنا بنتكلم ونقول إيه استمع جيدا إلى جسدك أنصت جيدا إلى جسدك وعلم منطق الطير زيما سيدنا مربنا بيتكلم على سيدنا داود وإحنا أجسادنا كل عضو من أجسادنا له لغة خاصة وعندما تنصت له جيدا تستطيع أن تكتشف أسرار كثيرة وراء إنساتك الجيد لهذا العضو عندما تقلم الكبد عندما يصاب الكبد تجد مثلا إن فيه هزال فيه عدم إقبال على الأكل والشرب فيه صفار في العين فيه مشاكل في الدورة الدموية دا مصاب الرحم المرأة تيجي تقولك أو الفتاة ألم ألم كأن ولادة يبقى كألم أدي إحساس نتيجة ما إن ما يكون فيه تغدد رحمي أو لحمية ومعه نزيف ويقشر على نيابه بلغة أخرى أكثر شراسة عندما حتى كان ممكن يقولك إن الجسد حتى الجلد مرأة المرأة تعكس ما بداخلنا تشوف لون البشرة فتعرف إذا كان هنا فيه مشكلة في تكايز مبيضين فيه مشكلة لرينال مشاكل في الكلة مشاكل في الكبد مشاكل في الجهاز المناعي لما بتشوف العين تقرف مشاكل كتيرة جدا تكون موجودة داخل الجسد لما بتشوف تسمع مريض عنده مشكلة في الرئة أو ربه يعني كل عضو يعبر عن ألمه وعن مشكلته بشكل شخصي ورغم إن العضو عشان فيه جسد واحد ودعمنا ربنا دايما للتلاحم يقولك إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعداء بالسائر والحمى كله بيشترك مع بعض هالربنا الأكثر الرحمة الرحمن الرحيم يعني هيبقى سعيد إن فيه مريض بيتقلم ولو مريض يقدر يستطيع أن يتحدث ويعبر عن نفسه طب تخيل لو طفل مولوده عنده سرطان إيه؟ إيه الحكمة يكون عنده سرطان وهل ربنا اللي بيرحمه بندعيه وهو اللي خلق المرض إيه المعنى؟ لربنا خلق الأسباب واجعلنا لكل شيء سبب فقط بقى سبباً عشان لما نكون عايشين في بيئة صالحة الإنتاج البسيط جداً لجنين والإنسان هو بغيضة وحيوان منوي فهل يعلم أحد عندما يتعرض الرجل في بداية حياته أو في رحلته في الحياة إلى بعض المسرطانات من تدخين وملوسات للجو وإذا كان شغال في الفلاحة إلى مبيدات الحشائش فتبدأ لما تبدأ تخش في جسده بطريقة الملامسة أو بطريقة التنفس تبدأ تنغمز في الإفات والجواه لأنها مواد لايبوفيلك تعشى الدهون وتفضل تستمر لسنوات من العمر وتفرز لجرعات مستمرة فنجد الآخر إن بقى آزوس بيرميا ما عندوش حيوانات منوية لو كانت الأمة تعرضت لمثل هذه المبيدات ولمثل هذه الملوسات أثناء الحمل في تكوين جنينها فتلاقيه يصاب متوصلش الإشارات بشكل معين الزكورية فتبدأ الخصية تتكون يتولد بدون خصية متنزلش الخصية أو إن لما يكبر نفاجة إن هو آزوس بيرميا أو تلف الخصية ولو كانت بنت نفس القصة ضمور في المبيدين أو رحم أو يبقى حتى هيرمافروديت اللي هو اتشخص ولد ولا بنت والأحياناً يحصل سلوكيات مختلفة معيبة في الإنترسيكس نتيجة المشاكل اللي يكون موجودة إحد التفسيرات والعلم الحديث يتحدث عن قد إيه البيئة وتأثيرها على عدد الحيوانات المنوية كلة الحيوانات المنوية عدم موجود حيوانات المنوية مشاكل التصاب عدم موجود أرحم وتلاف في المبيضين سرطنات الأطفال اللي بدأت تبقى موجودة بشكل مكسف على مستوى العالم كله نتيجة الحضارة ونتيجة الملبوسات والمأكلات والمشربات نتيجة البيئة المحيطة اللي حولينا يبقى هنا لازم وقفة حقيقية لما قلنا يحصل ثورة علمية كان المقصود بيها الارتفاع بقيمة الإنسان ربنا يرحم ولكن عايز الرحمة انت كمان تبقى جواناً وأحياناً بيبقى فيه تجارة بالمبيدات والملوسات وأحياناً فيه ناس بالتاجر بدون وعي أو بوعي إنه هو عاوز يربح فمش فارق مع أنه يدمر الآخرين يبقى إحنا لابد إن إحنا كمان يبقى زايد عندنا الوعي عشان نعرف إن الله خلق المرض وخلق الدواء فإيه سيصاب الدواء الده برع للإنسان بإذن الله ولكل شيء سبب يعني كل الأمراض لها أسباب وإن كان أحياناً بنوع إديوباثك غير معروف السبب حمل متأخر غير معروف السبب أو رمل فيها تجبر في سن مبكر غير معروفة السبب أو رمل فيها تبقى بالتباحة ومرة واحدة تتوحش وتتعاملك في شهور عدة صغيرة غير معروفة السبب بيطاني ترحم مهاجرة تنتشر وتتعاملك والألم يبقى مبكر غير معروف السبب يبقى هنا الرؤية الحقيقية والفلسفة الحقيقية بعد إن أنت عاوز تتكلم بشكل وجداني وبشكل نفسي بشكل إن فعلاً بجد إن حتى الشخص اللي كان بيتناول معك الحوار النهاردة في الصبح فعاوز يوصل وهو أنت كنت بتقول هو نفسه مريض وقادر بإيمانه المطلق يستشعر ويعرف فلسفة الألم وأدئي إنه هو بيصفي زي ما كنت دايماً كنت بتقول إن ربنا لما بيبتلي مش ليعزب ولكن ويبتلي ليستطي ويهزب وبالتالي بتهدأ النفوس وتكون أكثر إنسانياً وأكثر كرباً لله وإن الله يكون موجود في بيت المريض ولا في الرعاية المركزة ولا في غرف العمليات ولا في العادات من غير أن نشعر كذلك وإيد ربنا دايماً بتبقى سابقانا في كل خطوة وبيبقى التحدي الأكبر هنا هل الاستعراض بقدرات ومهارات شخصية هل لما بنيجي نتكلم على أمراض موجودة وموصفها في الكتب ونجي نقول الأعراض ومواصفاتها ما هي موجودة في الكتب ما ممكن كلنا نتكلم عن مواصفات وأعراض موجودة في الكتب طب ليه بيضل تشخيصها لسنوات من العم مهمة موجودة في الكتب يبقى هل فرق كتير فرق ما بين أنك تكون جفتد أو لا أو بتشغل على نفسك عشان يكون التشخيص المبكر زي ما كنا بنقول الوقاية خير من علاج فالتشخيص خير من العلاج نائماً أبنى حالياً كل النقاش بيدور على التشخيص ثم التشخيص ثم التشخيص التشخيص هو أساس الحل يحضرني أن كان في أحد من اللي كان حصل مشكلة ما في شركة كبيرة جداً عملاقة شركة عالمية في البرمجيات لحاجة مش عارق توقفت فيها آلات العمل نتيجة خلل وفيروس ما وظل التشخيص وعلماء كثيرة حاولوا يحلوا المشكلة ما عرفيش يحل المشكلة وجي أحد العلماء العباقرة دخل حل المشكلة في دقائق بعد ما حل المشكلة في دقائق بيقدموا لهم فاتورة غالية جداً فقلوا له إزاي تقعد مثلاً عشر دقائق وتقول مية وعشرين ألف دولار قال لهم إصلاح العيب عشر دولار ولكن تشخيصه هو المية وعشرين ألف دولار الإصلاح لما كلنا نصل إلى التشخيص كلنا ممكن يبقى جادرين جداً بحله بس إيه اللي يخلي فرق بين مؤسسة وأخرى في حل المشكلة تتعامل مشاءة تتعامل مؤسسات ضخمة جداً استشارية لحل الأزمات ومعالجة الأزمة لأنك لما نبدأ كلنا نقف في طريق الحل سهل جداً ما معروف ده إن ده هيتشال أو يستقصل أو يتخذ الأدوية الفلانية أو المضادات الحيوية بتيجي المرضى عندك في عيادتك بقالهم سنوات من العمر بتقعد في دقيقة تعرف تقول دي دي أديسون أو دي كوشنج أو دي ذا كان ماليجننت هايبرتينشن أو دي فون ووليم براند ديزيز بتعرف منين لدي كلها سنظرومات دي كلها متلازمات خاصة وطيفر بتعرف منين إيه خد منك سانتين ثلاثة غير إنها جيالك بقالها سنوات من العمر عملك كانت تضالب تشخيصها هو ده اللي بد إن إحنا نشغل عليه على أنفسنا كيف نرتقي بأنفسنا على أنفسنا وكيف يكون المباريات مع الآخر للبرينستورمن لتوسيع الإدراك مفيش فكرة بتحارب الأخرى إلا لما أنت تكون أصلاً متخيل إنها حرب لكنها تكملة يعني العلماء الأفاضي الذين سبقونا من قبل كده ومن سنة 1991 وكان التحدي الأكبر لما كانت تتعامل مناظر الجراحية ليه؟ لأنك كان عندك مشكلة وانت بتعمل مناظر الجراحية في بدايتها إيه هي؟ إنك تواجه المرادة عمليات جراحية سبقة أو عندهم مشاكل ضخمة تخش إزاي في بطن مقفولة مش عارف خرطتها وتخش وتقابل مشاكل كديرة جداً من الالتصاقات وأمعاء وأوعية دموية هتخش في كوارث ضخمة هتبقى دي كونترا انديكيتد يعني المناظر هنا دي كونترا انديكيتد إنك تخش في جراحات سابقة طب لو كان فيه التهاب بريتوني والالتصاقات غير مأمولة وغير معروفة خريطة آمنة هتخش إزاي؟ تقابل التحدي إزاي؟ كلمة تحديات في غرفة العمليات يا حتى على الوازن كده شعر اللطيف لكن هي التحديات في غرفة العمليات دي قصص تشمل أكتر من جنب أولاً تحديات في صعوبة الحالة فيه مضعفات في الحالة وفيه صعوبات في الحالة وإن الحالة فيها مشاكل سواء الورم أكبر من اللازم أو مكانه غير طبيعي أو ضغط على مكان أو قريب من شريان دي تحديات عملية تحديات في تخوفات المريض نفسها طب انتو هتشيل الورم طب الرحم هتحافظ لي على الرحم ولا مش هتحافظ لي عليه طب إحنا في إيه ولا في إيه؟ هنا أنا بتكلم كالبكتون أنا مركز دلوقتي ده ورم وهشيله وعندي شريان هقفل هنا وعفته وهي بتكلمني في حاجة ثانية خالص وأعمالين يتكوا ويقولوا لي ويبتمد الكنسنت أو الإقرار الإقرار إن أنا أمضي إيه ده ده مكتوب فيه احتمالها شيل الرحم لأن منصوص بيه ميدو كوليجا لأنها تكتب كده فعمله كان بيقول لي تعالي شيل الرحم نص نسبة كبيرة جدا تعالي بيقول لي أعمل منزار واحتمال يكون في تحويل مصار وفي أمعاء وممكن أخرج بفتحة براز مؤقتة أو مستمرة وخش أعمل عملية بنفسي في أمريكا بيعمله كده وفي أوروبا بيعمله كده للتحديات الكبيرة الضخمة لعندما نتأخر تعالي بس نعيش التفصيلة لأن الموضوع أنت بتكلم في روح إنسان آه ده مهم أولي تعالي نشوف التحديات داخل غرفة العمليات موسيقى 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 ألم مش طبيعي ببقى أتعبانة جداً 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 يعني لازم المسكن لازم المسكن أحس إن أنا خلاص روحي بتطلع بموت لو حل الألم اللي أنا فيه عشو أرجع عيش إنه كتشولوا الراحل والموبيض تشولوا كل حاجة شروع بس أنا عايز عيش تحس حتى إنه مفيش أمر إنك ممكن تستقيم إنه في علاق إنه في حد يقول لك نستنى بس شوية بشوية ويتبقى عاخر من 2010 لغاية 2016 6 سنين عملت فيهم 3 عمليات والنتيجة دي بالعكس أحس إن حالتي بتسوق أكتر الحم اللي بتاع البطن والانتفاق بتاقها وأنا ماشي يعني مش قادر حتى يأخذ نفسي برضك الألم يا ماما بطن كلها بتوجعني رجليها تبقى منملة مش قادرة تمشي ألم فضيع تقولي ببطن كلها حس بس أحس إنه فيه نار في بطن كلها مشكلة حياتي اللي عليت منها طول عمري إن كانت الدارة بيجيلي بألم شديدة جداً أقول أنا بنتي عندي 13 سنة حتى لما كنت بأخذ الأدوية كنت بأخذها وابقى طريحة الفراش يعني بأخذ مساكنات كتيرة جداً واجع في الظهر وفي البطن والرجل من تحت كلها ما تقدرش تدوسي عليها واجع 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 كان كل مرة يجيلي بواجع أقوله عادي دكتور اللي كشف عليي قال لي أممكن نسيبها لما تبقي التعابي أو تدايق بتعليش ليها قعدت خمس سنين ما سألتش عنه خالص ولا حتى عملت كشف دولي وبعد روحت للنفس الدكتور أم قال لي حنتطر نشيل الرحم هيا أب أم يشوف الموضوع لازم يدورهم ويسألهم وما يستنوش إن البنت تتجول وبعد كده تعاني من مشاكل تاني ولما عرفتم وأنا كان عندي فوق الستين ورم كانت مفاجأة بالنسبة لي روحت عشان أعمل سونار وكده شفت إن الورم كبير ومش صغير قالوا لي طالما مش مسبب لك أعراض سيبيه أنا فضلت سنة مترددة إن أنا أعمل حاجة ولا ما أعملش حاجة طبعاً أنا ندمت لدن كبير إن أنا فتحت بطنها وعنا فتل عملية بيصرية وهي كانت شالت بالمنظر نقول لي قلعات لازم تدخل يتعمل العملية تاني يتعتبر تالت مرة يتم فتح البطن والمرة ده بقى الجديد إن مكتوحة البطن زي تحرف تاني جرح كبير جداً وسلك وتدخل بعدها بسبوع حاجة وثلاثين غرصة بيتفقوا تماماً هي وكل ست شهر يا بجمع علشان هي هترجع تاني وأنا أعمل العمليات المعظم التكاثرة كانوا بيقولولي إن هو فتح كنت خيفة ومرعوبة لإن هو قالني إن إحنا حنعمل منظره إن كنت مرعوبة إن أنا أفتح بطني وشوف منظر بطني لما عرفت إن فيها منظر ولإن بجد حسيت إن الوضع بالنسبة لي ابتدى يتغير ابتدى بطني تكبر فهنا بجد كان لازم أعمل وقفة وفعلاً أنا أخذت القرار في يوم وثاني يوم عملت العملية لا الحمد لله طبعاً الوضع اختلا في 360 درجات لما روحت لدكتور الأخران قال هنفتح بطني تاني فأنا بصراحة هرتعبت نفسيتي تعبت فقلنا له فتح لأ كان أصلاً بادي الكيس ثلاثة سنتين زاد لحد ما وصل لتسعة سنتين جال لي مفيش خيار إن أنا أعمل عملية وشل المبيض فقررت بها إن أنا لازم أجيها كان سبب المجي لما رأقته للدكتور كمان قال لي أنت عندك خلاص مرة الرحل ولازم نشرع الرحل فأنتقطة بطني مولا أسبوع فألي أسبوع وأتيجي ولو ما بيتيش خلاص كده عرفي مقمية اكتشف إن أنا عنده وأنا كبير ولازم يشل الرحم ويشل المضاير لما فجأت إن أنا الرحم عندي في خطر بعد العمر ده كله لأول مرة بتقيت أحس إن أنا أنسة والموضوع فارق ما فيهاش حاجة أنت بس روح يجوزيها يعني كانوا لدرجة إنهم بيسخروا من الألم بتاعها ويقولوا لي روح يجوزيها لما تتجوز هترتاح خوف شوية قلق عليها كلام الناس يعني بما إنها بنت لا إيهو رفض إنه يعمل لي عملية قد لعشان أنت بنت وكده كان عايري فين أنا عندي أكياس عالمي بيضين بس هو قال لي مش هقدر أعملك عملية عشان أنت بنت أنت لسه صغيرة ومش محتاجة تفتعي يعني تعمل لي منظور وعادي هيروح مع الوقت أنت ده هيروح مع علاك إداني علاك خدته بعدين تعبت بقى بالزيادة أنت تماما فيش أي حاجة أنت بتدلعي رغم أن البنت أنيسة طبعاً الكل يتكلم ليه ولأ ولما تكبر لما تبقى تتجاوز لما لما فطبعاً لا ما قدرش أستنى على بنتي وهي عندها الألم دي واسبها الفترة دي يحلك أن أنت تتجاوزي ده احتقان لأشياء ما فيهاش حاجة وتحليلك كل حاجة تماما فيش حاجة فأنت تتجاوزي أحسن وكل المشي كده هنا حوار الكلام ده كلام مهم جداً جداً والحقيقة أكثر من نقطة مهمة لفتت ناظري أو طبعاً أول حاجة خيبة الأمل أو الخوف عند مرضى مريضات بالذات عندما تأخذ مسكن هي بتعتقد أن عندها ألم دلوقتي راح تجابة المسكن من الصيدلية أو الدكتور كتاب لها مسكن هي مقتنعة أنها لما هتأخذ وأي حد من الحق وأنه يقتنع هذا الاقتنع أنه يأخذ المسكن الألم هيختفي فرعب شديد جداً إنها تأخذ الألم تأخذ المسكن والألم موجود لسه موجود الشغال هي وقت مسكن على طبعاً هتعمل إيه بعد كده الحاجة التانية المهمة أو كلمة بدون أعراض بدون أعراض هنا إذا كان عندك المشكلة بدون أعراض سبيح طبعاً كلمة سبيح دي يمن أس قعدت عليها سنين وبعدين المريض عندنا ما بيفهمش الكلمة كويس لازم نفاهمها له بالراحة ونفاهمه مراراً وتكراراً واضح إننا هنتعب في الموضوع ده إنه إنه نقولها طب روحي هي دلوقتي بفيش مشكلة ومش هنعمل حاجة دلوقتي بس تعالي تعالي نتابعك فنفاجئ إنها جات بعد عشر سنين أو بعد جه خمس سنين يا خبرة بيض ونقلت لك تعالي بعد خمس سنين على أهل تعالي بعد ست شهور تعالي بعد سنة ما هيقول ورم أكيد بعد خمس سنين بقت مجموعة أورام فكرة أنا فجأت إن أنا عندي ستين ورم ليه في إنتي فجأت لإنك إنتي ما تبعتيش بنت بقى كلمة بنت في قواعد عندنا في الفكر المصري سابتة جداً وواضح إن إحنا عشان نغيرها وقدمنا سنوات طويلة جداً جداً فكرة بنت يعني مفيش عمليات عملية البنت ننصي بسودة والبنت نفسها تتعرض نضغوطها حصبية إحنا عمليك عملية إحنا عمليك إنتي ببقتيش خلاص نفع بالبلد أنا بكلمكم بقى منتصرح إنتي بقى روحي بقى يعني ربنا يتولاك وقومنا كلمة يكلمش بكلمة جميلة جداً تم ربنا متولينا كل ده بس قولها البنت في الوضع ده يعني إيه إنتوا تخليتوا عني ما هي مش فاهمة ما عندهاش البيزي ما عندهاش قاعدة البيانات بتاعت دمخة متقبلة الكلمة صح إن ربنا يتولاك دي معناها يتولنا ويتولاك برحمته مش إحنا خلاص تخلينا عنك بقى وخلاص إنتي روحتي البنت ممنوعة البنت أو برضو قرار المرضى بقى خرب عقل الفكر اللي في دماغ بعض الناس يتقلهم هيتعمل كزا يقولوا لا كزا لأ طب بنتي ما ينفعك يشير لك إيه ليه بتطلع الدكتور من جواك دي لنا دلوقتي طلعته من كل الحالات طي مش هعدي بقى من نهاردة عايد لك بقى النهاردة بجد عاوزة أسأل سؤال بجد لو بجد ما فيش الرصيد ده من شكاو المرضى مش هدعب هنعرف بجد الناس بتفكر إزاي؟ الناس بتفكر إزاي؟ لا لا ده مش موجود في الكتب ده واحد اتنين لو معرضناش التجارب الإنسانية وعرفنا إنها الدكتور قال لها بجد طول ما ما عملكش مشاكل سيبيه وهو ده كلام طبي صحيح اه ما حقيقي اه انت سيبتيه فسيبتيه خمس سنين من كده بيستبته يبقى ايه أنا بزاود الوعي هاليا ما خلاص هيخدت التجربة ولا بنقول للأخريات خلي بالكو دلوقتي لما الدكتور جي قال لك وكان صادق انت بنت ودعر عمليفي وصغير مش عاملك إلى مشاكل واكتشفتي بالصدفة كان عندك مغس فروحت تعملي صنار عشان توفيش سبب المغس ايه لقيت فيه ورامليفي فالدكتور قال لك ده دونة 3 سنتي او ماكملش الخمسة سنتي فيه نزيف لا فيه وجع لا صادق جدا معاك يأجليه ومش دلوقتي لما تأجليه يعملي قاعدة كل 6 شهور او كل سنة مرة بنروح نعمل متابعة صنار عشان نشوفه بيجبر او لا اتنين كنت متزوجة وكان ما عندكيش مشاكل لا في حمل تحملي كويس ولا في اجهاد ما فيش اجهاد ولا فيه نزيف دورة كويسة ولا فيه ألام ولا فيه الأعضاء الجانبية لا فيه مشاكل في البلع ولا تبول لا إرادي ولا تبول متكرر ولا تبول متقطع ولا فيه مشاكل في الجماع وقال لك ده ورم صغير سيبيه وبالتالي تسيبيه وفق منظومة طبية انك بتعمليه بتتبعيه بتتبعي الفار اللي داخل المصيادة الورم اللي فيه عشان نقول يفضل تحت السيطرة لكن ما سيبوش واقول ايه ده قال من خمس سنين وفضل كده عادي واحد اتنين اه احنا نخدع احنا نخدع احيانا لان فيه أورام ليفية بيبقى اسمها رابد لي جروينج كانت من شهرين ثلاثة ومرة واحدة بتجبر تجبر بسرعة ليبقى بالتالي انا كل ست شهور مرة روح اعمل سونارة عشان اعرف انا انا مريضة ان الورم اللي فيه متسيطر عليه فابدأ سلوات الامر ولا اللي بيجبر انا انقطعت الدورة عندي وبقيت عندي خمسين سنة بس الدورة لسه بيجيلك وغزيرة وعندك ورم ليفي وعملك مشكلة هل بيضرورة لما تتقطع الدورة وبالتالي الاستروجين مرة واحدة اللي كان طالع من المبيضين هيصاله كطف يتقطع ووقف وبالتالي الورم اللي فيه شرينك وهيختفي بالتأكيد لأ هتابعوه لان الورم اللي فيه هيبدأ يقل ولكن مش هيختفئ لبعض الناس بل بالعكس مش هتطلع اورام لفيا تاني بعد الخمسة واربعين سنة ولكن اللي موجود ممكن يكبر كمان يكبر من ايه من البيئة الخارجية من الاستروجين اللي جاي من الاكل والشرب والبيئة من الميكاب اللي انت حطاه اللي فيه الاستروجين من المنظفات الصناعية اللي فيها الاستروجين حاجات بتحطي عالشار من كل من اكلاتنا اللي فيها الفول الصوية اللي بيزود برضو الاستروجين يبقى ناخد بالنا احنا مين ونوعية اكلنا ايه وشربنا ايه جالت على قد فول الصول ده فيه الاكل بيتحطي فيه هرمونات الاستروجين هرموني اللي نوسى نفسه بيتحط على الفراخ عادي وهرمونا ونانهرمونا بيتدبع الوجبات فتعال النهاردة بقى نبدأ نستعرض بعض الحالات عشان نقول دي التجربة واللي استفدنا منها ودي التجربة واللي استفدنا منها هنبدأ حالة الاولى ونشوفها شوي وبعد انه منطلع فاصل نشوف بس الحالة الاولى طيب يعني نطلع علي ايه حالة ليا عايز نشوف الحالة الاولى لانه انا عايز تتواصل ما احنا النهاردة عايزين نقول انه الكلام الطبي الموجود في الكتاب ده جزء مهم جدا لازم نتكلم فيه لكن فيه جانب اخر مش موجود في الكتاب خالص اللي هو ايه ردود فعل المرضى ده مش مسجل يعني النهاردة هل فيه كتاب في الدنيا فيه كتاب طبي في الدنيا يكتب ويقول ان المريض يتقلق على قرار طبي فهو نفسه يتخذ مع نفسه قرار لا انا مش هعمل وده لازم ده observe لازم يلاحظ السلوك ده السلوك اجتماعي الخاطئ ده لازم يلاحظ من المريض يلاحظ لما بتحط عليه بقرة الضوء وبيتناقش وعي وبعلم وهو مصدقك وهو عاوز يصدقك عاوز يصدقك عشان يبقى فوليو خلاص كده عشان لما يشوف الغلطة اللي هو اغلطها غيره فانه ما يصدقش وصلنا لكذا ده نتيجة تعالوا نشوفها انا بادئة قصة من سبع وثمان سنين كده كان عندي نزيف عشان هو مش نورمال مش وقت تنجيد برحيجة فرح تكشفت دكتور اعمالي شنار لان كل حاجة نورمال مش اي مشكلة مبشتش على اي حاجة ولا اصلا محتاجة اي اعماليات ولا تحليل ولا اي حاجة بعدين من عشر تيام بالزبط ديلي برضو نزيف مش فوقتي بيديت خالص فانا قلتني دي حاجة مش طبيعية اعمالت كل حاجة بقى اعمالت سنور على البطن كلها وعالحوت اعمالت تحليل هرمولات واخصون البيضات بعدين اتعرضت على دكتور سايد بعد بقى حجم الورمالي كده وانه انا بنت فهو قارر عملية وهو حرار على دماغ در مهات تكون ممزار عشان بيحل حاجات كتير اوي بتجيب في دماغ البنت وهو بتخاف تسألها او بتبع خايفة منها اهي عاوزة تخلص من الورمالي في ده بس قد سنتعين عاوزة مبقاش في جرح زي بتاع عملية قوسرية ولا تأثير الحامل بعد ده ولا بوضات ولا كل الكلام ده فالحمدلله في خراع الشرطين دولة حضرت العملية وعملتها مبارح وهو دوتو سايد يعني عملها لي من زور الحمدلله فموصحت بقى لأي حد بنت او ولد او شاب او طفل او اي حاجة انت حاسيت بقى يعرف مريبا عنيش مرتاح متواطط فكر كتير ويتطب دماغك انه تحاجة نورمال ولا استني شوية طب اصلا بنت خلت عملتي وتحكي قصتها لا اسهل طريق ان تحتاج عند اي دكتور عنه طبعا طبعا اكتر حاجة ما هي فعليها الحمل بعد الفايبرويد اصلا از الفايبرويد وبعد العملية وبردو انه يرجع اصلا من الفايبرويد دي انه يرجع ففلال قدقين ولو لا قدر الله رجع بيبقى حلو ايه حوار مهم جدا حوار مهم كمان لانه الذي تتحدث زميلة دكتورة عزيزة زميلة اللطيفة يعني زي ما قلوك تنا الصغيرة مشكلة بدأت طبعا فهمت طبعا شطورة جدا ففهمت لقيت عرض غير طبيعي راحت جاية لقيت ان الورم اللي فيك كبر عملت من نظار نصحتها الطبية لانها من العيلة زي ما بيقولوا من العيلة الطبية قالت اذا عندك عرض ما تأخريه بقى ما تقعوديش ايه تتعيب نفسك او تلخبطي نفسك او تربكي نفسك وتقعودي تضربي الودع وتعملي بقى كونسولتو من اهل العيلة اخوة ولاد خالتك وبناد خالتك وماما ما كل دول عرض ما اغلب من فوق حلول جدا بس دونش ده كثرة وما فيش جواهم اي طب وما فيش جواهم اي يعني اي افتة طبي ومش عارف ليه الفاتية في الطب ليه مفيش فاتية في الهندسة ليه مجيش واحد يا ابني عمارة يقوله لا ما تبناش المدخل مش من هنا ابنيه من ناحية التاني ليه لا هو الفاتية في كل حاجة حتى في الكورة وفي الطب لا في الكورة عص الطب طب بيوت لما تعور حط بون عندك مش عارف ايه اشرب حلبة مش عارف الكمون يعمل لك كزا اه اه شجرة السحة اللي هو اللمون واللمون مفيد والحامد السيترك ده بيعمل وبيعمل احنا اه موجود لان اقصد حياة فلازم يكون جواها مرادفات للحياة لكن هنا لما بدأت المشكلة واضحة جدا وشافت ان الدورة او النزيف اللي بينزل مش في وقت دورة ولما بقى غزير شادت الانتباه ضرب الوضع الحقيقي دلوقتي المفرد قوي ان المريض رح داخل على ايه واركز التواصل الاجتماعي ويبدأ يقرأ ويقرأ ده ضرب الوضع اقصد ايه اللي احيانا يشعر ان هو هجيب معلومة فلما بيجيب معلومة بتتصك مع حالته المزاجية والنفسية اللي ممكن تأجله قراره لو هو عايز يأجل ده كلام مهم جدا لو هو بيسوف او لو هو سودوي من جواه فيقرأ الحاجات اللي تقعد تصغره تصغره تخوفه تخوفه الحق ده بتنزف جوه العمليان الحق ده يشيله الرحم الحق ده ممكن يجيله السرطان الحق ده ممكن يفرم الامعاء الحق من رح مالش واخد الكرار خلاص كنا والله العاصم ده كلام مهم جدا اه ايجابياتنا احنا بقى احنا على حسب التلقي اذا كان اصلا اللاق الملاق يعني فيه المتلقي وفيه الايه المعطي المعطي اللاخي اه اذا كان اصلا الدكتور لانه اه نسيج عردي من المجتمع له ما له عليه ما عليه احيانا حسب تكوينه هيبقى ايجابي او سلبي مشاكله القرارية ايه خبراته بتقوله ايه فبالتالي الحاكم ده اللي هيقول قرار احيانا بيرباكني انا فبالتالي انا مرتبك وطبيبي مرتبك لما الدكتور يقول المريضة انا مش عايف اعملك ايه انا عشد من شعري طب ده ايه فالمريضة مش عايف تعمل ايه متهيه في الطب ده ما انا علمونا يعني اسوأ الانواع ده طب ايه غلط جدا ان المريض يكون بيشتك من قلم او بمشكلة الطبية فالدكتور يقول له ايه يقول له اللي عندك ده عندي اه ده ده في كتب الطب كده لو قلت للمريض اللي عندك ده عندي المريض هينهار لا او احيانا مرضك نادر اعمله ايه يعني انا ممكن اقف عندي علمي ويقف عندي مستوى معين لخاب من استشار واستشار الطبية دائما مستمرة فيه تيمورك فيه علم مفتوح بيتناقش فيه ناس سابقينك لازم تعرف ان فيه ناس سابقينك وناس متساوين زي ما انت سابق ناس الدنيا تروس عشان تكمل بعضها مش تروس عشان تدوس على بعضها ده قواعد تعال نشوف بقى لما دخلنا مع الطبيبة اللي وعية جدا واللي عارفها المنمال انفاسف سيرجري يعني الجراحات اللي اكثر اقل تدخلا الدقيقة اللي ممكن نقدر نشيل الورم عن طريق المنزار تعال نشوف حجم الورم بصنار كان بين عشرة في عشرة لكن هو كان اكبر من كده تخيل ورم حجمه عشرة في عشرة داخل الرحم ونقدر نتعامل ازاي بيه دخلنا قد دخلنا بالمنزار منزار رقم واحد احنا قلنا بنعمل بيه ايه استكشاف اتنين تقريب للصورة تلاتة تكبير الصورة اقدر اشوف استكشاف للبطن كلها استكشاف استكشاف قدين الورم وحددته وشفت المبيضين شفت الامبوبتين شفت ان هو ضغط على الحالبين شفت القلم الموجود وهادي زايدة دودية بشوفها طويلة وملتصقة عندها مشكلة ما موجودة معانا او لا اكتشفنا يعني اقصد النقطة بتقدر تشوف لكل السيرجيكال بوينس الموجودة دخلنا بالمنزار بنشوف قد الكبد في مشاكل في الكبد لأ طب خلاص حددنا نقطة يبقى بالتالي بتبص بالمنزار بالعدسة في البطن كلها حددنا الورم بتاعنا وعواد المبيض الايمن بالامبوبة الايمن والمبيض التاني مش الايمن بقى الايسر الايمن بالمبيض اللي ناحت 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 طيب دخلنا بعد كده بس ورم ضخم ورم ضخم هل الورم الضخم ده نقدر نسيطر عليه بالمنزار نقدر وفق قواعد منصوص بيا وفق قواعد منصوص بيا مفيش حاجة اسمع نكمل بقى نماشي شوية احنا عدنا الزايدة دي وشفناها نكمل نماشي شوية ماشي يا جماعة شوية دخلونا على الوقت المهم انا بدقني هنا ممكن اعمل لينوف انسيجن اعمل حاجة فيري مينيمل الحاجة اسمها بايبولر اعمل كاي عشان اعمل شارب الديسيكشن على السروق بدور على البروتينيال وبعدين ببدأ اكوة كاية صغيرة افتح طاني اللية واخش من خلاله اوصل للورم بخش بحاجة اسمها ميومة سكرو اللي هو حاجة زي الالاووس كده بتتحط بالزبط في الميومة او في الورم اللي فيه وابدأ بالبايبولر ابدأ نازقوه شارب الديسيكشن شايف بخش في الكرسولة واعمل تراكشن واندي تراكشن شوف بنزل ازاي بسلكو اه بسلكو شوف وهنا ده احيانا اقص وحنا خرجت الورم بالكامل احنا ده اختصار رهيب جدا لنعملية حوالي ساعتين خلصنا الورم بالكامل خرج نقلل السرعة بسرعتها وبعد كده ارجع للميومة وللرحم بنعمل تخييط الرحم داخليا او سوتشار انتراكوربوريال يعني داخل بالمنزار ابدأ خيط بنخيط احيانا في ثلاث طبقات واحيانا طبقتين واحيانا طبقة واحدة حسب الورم كان فين وزاي انك بتقدر تعمل بطريقة بشكل الخيوط مختلفة يسا كنت بتعمل حاجة اسمها فيلوك واو ستراتافيكس ده اللي الجراحين فاهمين يعني ايه ده وتبدأ بعد كده انك انت تحاول تخلي البريطون على البريطون عشان تقلل فرصة الالتساقات انك تسيب بير تيشو او جسم علينا قفلنا وبعد كده نبدأ نبص نعمل ايه هيموستيزيس وبعد كده هنجيب الورم هنجيب الورم هنجيب الورم ده بتفرم ازاي بقى بالمفرم ازا ما احنا عملناه قبل كده هنفرم الورم قادي الورم بنفرمه وبنطلعه بالكامل سريتز كده كأنه شرايت طلعناه يبقى بالتالي بنقدر نسيطر على الورم بالكامل ونكمل الجراحة بالكامل عن طريق المنزار ورم ليه في وحيد حجمه اه عشرة في عشرة خمساشر في خمساشر نقدر نسيطر عليه وطلع الورم وما منسيبش اي مكونات بتبقى موجودة عشان ما يصلش اللي فيه حاجة اسمها ايه فيبروماتوزيس او يكمل لا ممكن ده يبدأ يزرع من تاني فيملأ البارتن او البريطون وتعمل حاجة اسمها برازيتك ميومة بناخد كل الاجزاء اللي موجودة ونعمل ووش وحالة بقى تشوف السيطرة عليها بقت ازاي وان داي اقلق وجود جدا في المستشفى مفيش اي جراحة تبقى تشوهية للجلد وبالتالي هي جراحة تجميلية كمان لبنت بتاكل وبتشرف في نفس اليوم فترة النقاها اقل الالم اقل لان احنا ماش نعملين جراحة مميزات الرائعة للمنزار يبقى احنا حافظنا وكادنا من الفيلد والشاشة او الكاميرا بتاعت المنزار اللي هي موارياني كل التفاصيل الماغونة لو فيه عاي بليدنج اي شو عاي رابتانج ولو حاجة تعني معها اه لو فيه صناء الشر الموجود ان الورام اللي فيه معابطاني تراحل مهاجرة قادر راعت عمل معها قادر تشوفها واد السريتز كلها واد الاورام اللي فيها اللي موجودة بعد ما شرعنا هادي حالة وبقت وسيطرنا على المرض وخلص وفوان دي وما دخلناش في نسف وما دخلناش في مشاكل كبيرة بس هل يعني المنزار لوحده في حد ذاته اداة ان يقلل للنسف او لأ 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 طبعا الجراح اللي شغال هل المنزار في حد ذاته يقلل فرصة الالتساقات من عدمه لأ ده اداة كل ما تبقى ودقيق جدا ومسا يبقى فرصة للتجمع ده موجودة مش هيبقى فيه فرصة للالتساقات الموجودة وحافظنا على كل حاجة وبالتالي يبقى انت وفق الجايد لاينز اللي ماشي عليها من اول من قبل في اختيارك للمريد وطرق الدخول والتعامل مع المرض والتعامل مع الورم وما بعد ذلك بست اوبرتيب بتلاقي انك انت الاوتكم افضل كثير جدا عظيم بعد الفاصل الحالة الثانية بس انا يعني يا زي ما يقوله يحيرني ويصير في نفسي حالة من حالات التعجب الكبيرة جدا ان انسان انسانة تتأقلم مع اعراضها وتبدأ تمشي الايام زي ما بيقوله باعراض مزحجة جدا تتلافى مع حياة مريحة وهي في ادها انها تبحث وتدور يعني مثلا الحالة الجاية احنا نشوف حالة قد تكون القادمة في 64 وراء مع حيط 64 وراء بدي مش مفاجأة يعني انت بافتحتش مرة واحدة يعني عامل زي ما في واحد يعني ما مينفعش ان هو يروح مرة واحدة يفتح شقيته يلاقي مثلا عشرب الأدمير قاعدين فيها اكيدا قاعد ايو احنا 64 وراء نحنا نكلم مع بعض اجراحيا لكن انت حتى وانت بتتابع وعمل امار اي وعمل سونار او رانين ماغناطيسي وعمل موجات فوق صوتية عندها اورام لفيها متعددة يعني انت ما فيش حد يعرف يعود يعديها بالامرجينج يقولك ده كذا ورم بس انت سيبت نفسك كل ده ازاي وخليت التحدي ده ازاي فبعد الفاصل نرجع ونشوف التفاصيل ازاي والحوار ازاي وهو النقطة اللي انا بقول لحضرتك اللي دي منطقر عايز اسمها تفسير او يعني رويتك لها اللي هي عملية الاعراض الموجودة اللي المريضة بتتأقلم عليها او زي ما بيقولوا بتمشي امورها صدع وتعب وارحق وانينية هاخد مضاد صدع هاخد مش عارف شوية اه قهوة هضرب مش عارف مسكن ايه هعيش اه مع كذا معي دي زي مشاكل كتيرة جدا مشاكل مرضية زي مشاكل كتيرة جدا حياتية حد مشاكله الاقتصادية موجودة فعمال يستلف من ده وستلف من ده وما بدورش يحل مشاكله ازاي او يبدأ يتبنى مشروع صغير ويجور معاه او يبدأ يفكر ايه ازمته الحقيقية وعمالها الايام تتداول ويبدل زي ما هو بيتقزم وبيصغر وبيهرب من الدين ده ومن الدين ده عشان هو مشكلته الحقيقة محلهاش نفس القصة الصحة دي ابدأ اخد مسكن ابدأ اقجل اعتمد على الايام ايه لما الدورة تقطع اه لما ممكن يكون في حل اخر يبقى موجود اروح للدكتور ده يمكن يديني ده وان الشيف بعض اعتمد على تسوفات 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 احيانا بتأتي تسوفات بالخير ولكن كثيرا منها لا يأتي بالخير بعد الفاصل حوارنا مستمر وعايزكوا تفكروا وتسألوا لي وتقولوا لي وفي حد في العالم غيرنا ممكن يجي يكنس التراب ويجي حطه تحت السجدة الحكاية دي يعني عايز اعرف هل تتصوروا مثلا ان في كوكب اليابان في حد ممكن يحكي ايه كانس كانس كانت وحطه تراب تحت السجدة هو نفس الشخص او الشخصية اللي بتداري الاعراض بمسكنات او بتداري الاعراض باي حاجة واتتجاه